لا أجر نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق معنا إن شاء الله واتمنى إن شاء الله أنها تكون محاضرة بسيطة وسهلة ونستفيد منها كلنا إن شاء الله النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البي آي ام عن ريفت امي بي تمام؟ فهنتكلم إن شاء الله عن البي آي ام ورفت امي بي عايزين نبسط المصطلحات ديت يعني مش عايزين تبقى حاجة كلمة جامدة لأ عايزين نبدأ نشوف إيه البي آي ام ورفت امي بي معي؟ تمام؟ هو البي آي ام عبارة عن ندر طول تكنية أو فلسفة تكنية أو فلسفة يعني هي فكرة وليس برنامج يعني ما فيش برنامج اسم بي آي ام وبرنامج اسمه ريفت لأ ده هي البي آي ام دي تكنية أو فلسفة أو فكرة بيحققها بعض البرامج منهم برنامج ريفت معي؟ تمام؟ طيب البرنامج ريفت ده أصلا بيعمل إيه؟ بيعمل لنا نمازج للمبنى بيعمل لنا ممكن يعمل لنا لوح للمبنى زي مثلا احنا نتكلم مثلا ممكن يعمل لنا لوح المعماري أو أو التكييف والصحي تمام؟ طيب ما ممكن واحد يقول لي ما الوتوكاد بيعمل لنا حاجات ديت إن شاء الله طيب الوتوكاد برضو بيعمل نفس الحاجات ديت طيب عايزين نعرف إيه الفرق بين الوتوكاد وبين الريفت لو الوتوكاد بيحقق لي نفس الحاجات اللي أنا محتاجها ورفت ما بيقدميش زيادة يبقى خلاص أخلينا على الوتوكاد كل بنامج بينزل ما تعلموش مجرد إنه هو في بنامج نزل لا بلاقي في ميزة فخلينا أتعلمه يعني في اليابان الغالي دلوقت في البنوك بيشتغلوا بتدس بش مهندس يسطن بيسأل مهندس إنتاج وبيسأل البرنامج ده ممكن ينفعه لا هو متخصص في المباني فلو قريب من المباني إن شاء الله يكون قويس بالنسبة لحضرتك هو البرنامج الريفت مختص بالمباني آه يفيد الميكانيكا قوة تمام وحضرت شرافنا برضو إن شاء الله أو مهندس كهرابا برضو هيفيده إن شاء الله أي حد شغال في مجال المباني إن شاء الله هيفيده يعني شغال في البرنامج عموما برنامج الريفت برنامج الريفت بيخدم المعماري والإنشائي والمدني والتكييف والصحي والكهرباء بس الكورس بتاع النهاردة هو ريفت مي بيه بس إن شاء الله حتى برضو المدني والمعماري إن شاء الله يلاقي حاجات يستفادوا منها وكان فيه كورس قبل كده المهندس كمان شاوئي المهندس عمرو مرتضى بيتكلم في الجزء الاستراكشور هتلاقيه على منطقة ضارية والمهندس محمد باسيوني كان شرح وبيشرح برضو الريفت ارتكشور المعماري تمام؟ فإن شاء الله نكمل مع بعض طيب اليابان الغالي دلوقتي البنوك أغلب البنوك بتشغل بتدس الليه؟ هو بيقولك لو أنا سطبت الويندوز هتواجهني مشاكل بش مجرد إن فيه حاجة ظهر جديدة أجربها لأ لازم أجرب الحاجة اللي تفيدني يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي مثلا جيب النامج جديد هل هيفيدني ولا لا؟ هما في البنوك لقوا إن الويندوز هيعمل لهم مشاكل هيعمل لهم مشاكل بمعنى إيه؟ هيجيل لهم فيروسات هيسرقوا فلوس كتير على التعليم هيبذلوا جهد عشان يعلموا الناس البرنامج جديد واحد مثلا ممكن يقعد يخش على الفيسبوك ويدخل على النت وضع وقت على الجيمز فلاقوا إن هو دوس أسهل لهم تمام؟ فأنا دلوقتي لو أنا أشغل مثلا على الأوتوكاد ونزل برنامج جديد تمام؟ أتعلمه لمجرد أن أتعلمه ولا أشوف بيفيدني في إيه؟ فهو إن شاء الله هنبدأ نشوف الريفت بيفيدني في إيه؟ لأن لو الريفت بيش هيحقق لي غير نفس اللي الأوتوكاد بيعمله هيبقى سهل إن أنا أشغل على الأوتوكاد لأن كلنا أغلبنا شغل الأوتوكاد وفهم موضوع الأوتوكاد حتى ورضو موضوع الإصدارات أنا دلوقتي أشغل على أوتوكاد 2006 ونزل 2007 ورحت مستطابه ومشعرف الفرق وشغل على نفس الأوامر اللي كنت شغل في فاتوكاد 2006 وستطابة 2014 ونفس الأوامر صدامة كوبي وبست كوبي وبست ميرور روتيت لحاجات دي كلها فأنا كده ما مستطابتش من كوت البرنامج فإحنا عايزين نبدأ نشوف الكاد إيه؟ والريفت إيه؟ فأنا دلوقتي لو قلت إن أنا عندي حاجتين نعم؟ عندي كاد عندي كاد وعند حاجة تانية اسمها الريفت أو اسمها البي آي ام البي آي ام البي آي ام البي آي ام إحنا انتفقنا عندي فلسفة أو فكر اللي بيحقق لي اللي بيحقق لي أحسن الحاجة إن أنا قدر شغل بالمبنى وشوف المبنى 3D و 4D و 5D الريفت برنامج من البرامج البي آي ام فيه برنامج تانية منافسة لي بس حقيقة إن أنا شغلت على كاسة برنامج فيهم أفضلهم الريفت بفرق شاسع تمام؟ الكاد بيرسم لي المبنى بدون ما يبقى فهمه إيه؟ يعني أنا دعوتي لو رسمت هنا خط ماشي؟ رسمت خط إيه اللي عرفت إن الخط دوت SOG تكييف ولا ولا الخط دوت SOG ولا Bibe ولا Electrical ولا Wool يعني عايز الناس تجواب بس معانا كده عشيات إيه اللي عرفت إن الخط ده عبارة عن حيطة ولا تكييف ولا SOG ولا موسير ياريت الناس بس تكتب على الشات إزاي تعرف في الكاد إن الخط دوت عبارة عن إيه؟ تمام ممكن من الليجاند تمام؟ أو من الخواص تمام؟ بس الخواص هيقولك إن ده خط يعني بشونس محمد أيو الله ينار عليك محمد بيقولك من layer دي من ضمن الحاجات اللي عرب بشوف الليير هل layer دي مثلا تكييف ولا SOG ولا ولا Bibe ولا إيه؟ عن طريق الليير أو من التكست اللي جنبيه تمام؟ بس البرنامج نفسه بش فاهم يعني البرنامج نفسه شايف إن ده خط شايف إن ده بول لاين شايف إن ده سيركل البرنامج نفسه معرفش إن ده داقت فلو أنا عايز أقول له حصور للضاقتات بش هيعرف لو قلت له حصور للبيب بش هيعرف إنما ال Bi-i-i-m و أنا شغال أنا برسم أول ما برسم بقوله أنا برسم داقت فهو على أوتوماتيك برسم إيه؟ داقت لو أنا أفتع الداقت هلاقي الداقت ده كله حاضر بشونس شريفة إن شاء الله في مشروع كامل هنعمله المحاضرة ممكن تسجلها في برنامج كامتازيا و أنا بسجلها وفيه برضو الناس بتسجلها إن شاء الله و هنرفحها بإذن الله تمام؟ وأنا برسم أي حاجة في برامج ال Bi-i-m عموما يعني يسيبك من الريفت أي برامج برسم أفندي أفندي ما أشو شخص برامج ال Bi-i-m عموما نحن بدل الوقت نتكلم عن فلسفة ال Bi-i-m أفندي أفندي بيش عن برنامج الريفت فأي برنامج من برامج ال Bi-i-m لما برسم 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 دقت فهو بيعرف إن ده دقت عارف جرت فيها و عارف كمية السيف م اللي ماشى فيها لما برسم كيبول تري فبعرف إن ده كيبول تري والمصفات بتاحته و حتى لو أنا جيت رسمت حاجة غلط هيرفض إنما هنا في الكاد لو رسمت جيت مثلا على دقت برسم دقت أو بايب أو كيبول تري ورسمته كده ومشيت كده ورجعت تاني مش أعترض لو أنا رسمت كوع وخلته يقبط في كوع تاني أو Ft تاني والتنين دخلين في بعض مش أعترض هو شفهم أصلا أنا برسم إيه يعني الكاد مجرب بيرسم أي حاجة برنامج قوى جدا وبرنامج جميل جدا بس برنامج بش متخصص بمعنى إيه لو أنا قلت له ارسم لي ارسم لي شجر ارسم لي فستان ارسم لي هدوم هيرسمه معندوش أي مشاكل خالص تمام إنما برنامج الريبت مختص أو برامج البيئة أي معموما مختصة بالمباني مش برنامج عام فكاد قوته وضعفه في الموضوع دوت إن هو برامج عام جدا بش بخاص بالمباني ومش فاهم هو برسم إيه هو برسم اللي انت بتقول له عليه وانت عن طريق ان انت بتحدد اللي يارات أو عن طريق ان انت بتكتب الكتابات حق جنبيها أو عن طريق الليجند بتفهم انت تراسم إيه إنما البرنامج نفسه مش راسم طب لو أنا قلت له أعمل لي كوردينيشن يعني أنا لو جيت على برنامج كاد زي برنامج الوتوكاد هو في كذا برنامج برنامج كاد بش اوتوكاد بس بس منهم أشهرهم الوتوكاد طيب برنامج الوتوكاد دوت لو بدأت استخدمه ورسمت عليه فعلا المبنى كامل كل شغلي قلت له أعمل لي كوردينيشن أما هو بش فاهم حقه يعني هو بش عارف يعني بش فاهم اللي ارتفعت بش أخد باله منها بش هخدت باله بش هادر أقول له مسلا ايه حمل لي الدقةات مع البايب ما هو بش عارف فين الدقاط و وفين البايب عكس البي اي ام البي اي ام لا ممكن بزراره واحد أقول له فهيقول لي يا والله أنت عندك قمس أماكن حاجات خبطة مع بعض المكان الفلاني واحد واثنين وثلاتة فمجرد إنه عارفت المشكلة خالص دي كده يبقى أنا حالت نص المشكلة تمام؟ ده بالنسبة لبعض الفروب بين الكاد والبي اي ايم تمام؟ فيه ناس بتقول ان الكاد اسرع لا العكس البي اي ايم اسرع يعني انا في الكاد عشان ارسم دقت برسم خطين تمام؟ هتلاقي الاوامر الكتيرة بتستخدمه في الكاد بترسم خطين وبعد كده ترسم الناحية التانية خط تاني وخط تاني وتبدأ توصل بينهم وتعمل القوع بتاعك وترسم التى بتاخد اوامر الكتيرة اوي انما في البي اي ايم مجرد ان انا دست مرة واثنين وهنشوف الموضوع ده دلوقتي هتلاقي خلاص الصوج ترسم معيك مجرد ان انا دست اول نقطة وتاني نقطة رسم الصوج ودست في اي مكان تاني هيبدأ ارسم الكوة وهنشوف ان شاء الله الموضوع ده دلوقتي تمام؟ برنامج كاد كان ينفع في البرامج الصغيرة ينفع في المشاريع الصغيرة انما دلوقتي المشاريع الكبيرة لازم نستخدم فيها برامج البي اي ايم البي اي ام فلسفة ان انا اعمل تعالى نفسارها واحدة واحدة تمام اه حد اكتب لي كده اختصار بي اي ام او صوت موجودة لش موجود طب لو صوت موجود دس واحد لو بش موجود دس سفر تمام الله ينور تمام هي اه البي اي ام بيلدنج انفروميشن مودلينج بيلدنج انفروميشن مودلينج يعني ايه تعالى نكتبها ونفسصها واحدة واحدة احنا لو عرفنا كل حاجة منين هنلاقي الموضوع بسيط جدا بيلدنج تمام انفروميشن مودلينج تمام اي تمام بشان صحة متخليفة كاتب بيلدنج انفروميشن مودلينج تمام بيلدنج انفروميشن مودلينج عكس الكاد الكاد اختصار كمبيوتر اي ديزاينر تمام يعني كمبيوتر بيساعد المصمم بيديله ادوات بدل ما هو بيرسم على ورقة لا بقى يرسم على كمبيوتر بس بردو زي ما الورقة بكاتش فاهمة الفرق بين المواصير والصوج ونها تعمل كوردينيشن ونها تعمل حاصر برنامج الكاد كان بردو بيساعد المصمم او بيساعد المهندس في ان هو يعمل له الشغل بتاعه بس هو بشو ياخد باله من ال اي دي و اي دي ما بدلش فرق بينها تمام اول كلمة بيلاقيها بيلدنج هو برنامج متخصص في المباني بديه يصير كوته ان هو متخصص في حاجة تمام بيلدنج المباني هو خاص بان هو يعمل لك المبنى بتراك شكلها قوي جدا بطريقة تقنع الزبون بطريقة حتى لو واحد بش متخصص يقدر يشوف المبنى يفهم ايه الموضوع يعنى الفرق كاد لما وريره الخريطة بتاعت الروتوكاد وكلنا طبعا شغلين في المجال فعارفين هيبص كده الله الله شكلها حلو بتاعه يسيبها مش هيقولك على الاعتراضات اللي هو الزبون او المالك او صاحب الفيلا مثلا اللي انت تصممها له انما في البيعي ام هو بشوف 3D كيانه بشوف لعبة كيانه بشوف مجسم قدامه فهو بيشوف المبنى فيقولك او والله لا ده الحتة دي مثلا انا عايز هنا تبقى قد الضيوف لا انا عايز قد الضيوف تبقى بعيدة عن المدخل يعني يبدأ يقولك التصور بتاعه لانه هو شاف المبنى وبدأ يدخاله مية مية فهو البرنامج مستو انه هو متخصص في البيلدنج تمام؟ فدي حاجة كويسة جدا فيه اللي بعد كده information المعلومات كل ما انا بقرسم حاجة بديله معلومات يعني ما بقرسمش صاج واسيبه لا ده انا بقوله كمية اللي هو اللي ماشي فيه قد كده ما بحطش انوارة واسيبها لا ده بقوله كمية الوط اللي فيها والفولت اللي فيها قد كده ما بحطش حاجة غير لما بديها الموصفات بتاعتها فلو في اي وقت ممكن اعمل حصر ممكن اقوله وجدلي الحاجات اللي كمية الكهرباء فيها مشكلة او كمية المية فيها مشكلة تبدأ تفرز الشغل اللي عندك ويبقى عندك قاعدة ببيانات قوية جدا لان انت استخدمت البيئة اي ام modeling يعني نموذج تمام؟ كان انك انت عامل نموذج او مكت للمبنى يعني لو حد اي راح اي معرض او كده بيقى فيه نموذج او مكت للمشروع بتدى انت تشوف ايه الحاجات اللي موجودة فيها تمام؟ فانت بتشوف المكت دوت مثلا يعني مثلا ولكم مثلا الحرم المكي الحرم المدني اي اي نموذج لأي مشروع بتشوفه 3D بتشوفه قدامك متخيله بكل الحاجات اللي فيها هنا برضو ببرامج البيئة ام زي الريفت هنقدر نعمل نموذج كامل للمبنى بكل التفاصيل اللي فيه تمام؟ فده هيسهل لي ان انا هشوفك الشغل قبل ما اعمله تمام؟ بش هفاجأ بالمشاكل وانا بشغال يعني كان الاول بقى انا بقى رسم الحاجات في الاتوكيد ببعثها للموقع فبيجي ينفذ يلاقي الحاجات فيها حاجات دقصة وحاجات غلط ويلاه مثلا الداقت ماشي هيغبط في قامرة فنضطر انها تكسر ونعدل وده كان فعلا بيستهلك فلوس كتير جدا يمكن ممكن 15% من مصاريف المشروع بتصرف على انه يعمل حاجة ويغيرها تمام؟ الله يكرم مشونة اشوف هو فعلا الناس اللي شغال في الموقع بتلاقي الموضوع ده كتير جدا ان انت او انت بعد ما سممت ونفست وحطيت الصوج وحطيت البيب وحطيت الحاجات تضطر ان انت تكسر عشان تركب حاجة انما ببرنامج الريفت لأ ده انت بشوف النموذج قدامك كزا مرة وتشوفه وتعرف ان الغلاطات تتحلها كيانك انت موجود في الموقع بس بدل ما تسرب فلوس على الصوج والحاجات اللي هتركي بتشيل وجر العمال والحاجات دي كلها لا البيا اي ام هيحلك المشكلة ديت تمام؟ او البيا اي ام اه تمام مشوونة محمود وجدي تحتاج ان انت تعادل المصارق كابل ترية او الدكت فادطر تجيب عامل وياخد وقت وان هو يفكر الحاجات ويركبها تاني وفي حاجات تكون توصلت فادطر ان انت ترميها الحاجات اللي هالك فكل الحاجات دي ان شاء الله بالبيا اي ام ان شاء الله هنحل المشكلة دي والبيا اي ام فيه برامج كتيرة جدا منها برنامج الريفت إنما الريفت ليه كذا بديل يعني فيه اوتوكاد مي بي تابع شركة اوتو ديسك برضو فيه برنامج فيه برنامج زي تيكلا بس ده متخصص في الإنشائيات فيه برنامج اسم ماجيكات فيه برنامج كتير جدا بس هو أقوى واحد فيهم الريفت بيحقل بها ام بالنسبة عليه جدا وتابع شركة زي شركة اوتو ديسك بيحصل فيه تتطور بطريقة جامدة جدا ولانه هو تابع اوتو ديسك فبتلاقي بيتعامل بسهولة جدا مع برنامج الاوتوكاد مع برنامج زي سريد ماكس مع برامج التانية يعني البي ام فيه بعض البرامج التانية بش منافسة للريفت يعني الريفت فيه برامج تانية في البي ام بتاخد من الريفت وتكمل عليه زي برنامج النفس ووركس وده ان شاء الله اشترح برضو في الكورس هنا ان شاء الله في ملتقى الدارين النفس ووركس بياخد الشغل من الريفت بش بينافس الريفت بس بيدي ميزة اكتر فمجرس ان انت عملت المبنى بتاعك بالريفت هتلاقي ان انت بتتعامل مع برنامج اقوى وبرنامج سهلة جدا زي برنامج النفس ووركس وكون تكوف النفس ووركس بيضيف بعد اخر للمبنى على هو بعد الزمن ده ان شاء الله هيبقى معنا برضو في الدبلوما بعد الكورس ده على طول ان شاء الله تمام بحيث ان انت تشوف المبنى هيتبني مثلا خلال شهر هيبقى شكله ازاي بعد شهرين هيبقى شكله ازاي بعد شهر هيبقى شكله ازاي تقدر تربطه برنامج برنامج برمافيرا او مايكروسوفت بروجيكت بحيث ان انت تربط المعلومات والوقت بالمشروع تمام برنامج كونتكوف وده برضو ان شاء الله طهبة معنا في الدبلوما بيعمل موضوع الحصر بطريقة قوائية جدا بيعمله سواء من الريفت او من الاوتوكاد او حتى من البيدي اف تمام والكست برضو التكلفة في برنامج الريفت بيعمل برضو كل موضوع الحصر وكل حاجة بس التاني بيبقى اضاق او بيديله امكانات اقوى وبياخدوا الشغل من الريفت يعني مشتطر ان انت تعد الشغل تاني تمام في برنامج ترك جدا في البي اي ام بس هي البداية لازم تكون مطكن قوي برنامج الريفت وده ان شاء الله هنركز عليه دلوقتي فان شاء الله هتشوف باوربوينت سريع جدا وبعد كان نبدأ الشغل انا عارف الناس متحمسة انها تبدأ تشغل على طول في الريفت على طول بس ان شاء الله هنبدأ بس ايه باوربوينت سريع جدا همشها بسرعة ان شاء الله هعمل بس شير للصورة الجهاز المطلوبة يشغل برنامج وهو عندك اي انا عندك كورد برنامج قديم جدا gebe ايه الحاليه دلوقتي تمام معين لو انت هتشجيلي جهاز ممكن تجيب جهاز انا ممكن تجيب برنامج افضل لان عشان ما تطرش نال biscottoره اللي عن البرامج دلوقتي بقت محتاج جرمه كتيره يعنى 12 جرمه كويسه انا جهاز بتاعي ارباع جرمه تمام؟ الجهاز بتاعي بس الحمد لله ان شاء الله هنشغل كويس ان شاء الله عن ريفيت هنشوف برضو سواء ان انت اتعلمت ريفيت 2012 او 2013 او 2014 زي بعض فما فيش اختلفات كتير تمام؟ بس في مرة هنبدأ مثلا 2014 مرة 2013 مرة 2012 نشوف الباور بوينت تمام؟ ده شكل المباني اللي ممكن يطلحها برنامج الريفيت تمام؟ طيب لو احنا بصينا احنا بقلنا سنين كتيرة او شغالين على الاوتو كاد تمام؟ الشاشة ظهر عندكم؟ لو سمحت لو شاشة ظهرت اللي هي الباور بوينت تدوس واحد ريفيت 2011 برضو مفيش مشكلة او 2010 مفيش مشكلة هي 2009 لشكله مختلف لا الشغل عادي 2011 بس في مشكلة بمناسبة الاصدارات برنامج الريفيت ما تنفعش تصيف المشروع على اصدار قديم يعني لو انا شغالي 2014 مقدرش سيفه على 2013 يعني انا سيفته على 2014 مقدرش افتحه على 2013 ومقدرش افتحه على 2012 لو انا عامل مشروع 2012 وفتحته على 2013 وسيفته مقدرش افتحه على 2012 واضحة كده يعني اي برنامج مقدرش افتح الاصدار البعدية يعني انا لو شغالي على الريفيت 2013 مقدرش افتح مشروع متصيف على 2014 زي برمج كتيرة فيه برمج كتيرة جدا بس هو الاوتوكاد اللي الناس اكتر اغلى بيان شغال عليه كان بيعمل حاجة هو في حل موجود فعلا بس مش موصوق فيه الاوتوكاد كنت تقدر تصيفه 2009-2006 زي ما انت عايز 2012 وتدر تصيفه 2006 مقدرش بيعترض وتفتحه على اي برنامج تاني مفاش مشكلة يعني ممكن اعمل مشروع 2014 وصيفه 2006 مافاش مشكلة خالص في الريفيت وبعد البرنامج التاني اكتيرة جدا لأ مدومت انا عملت افتحه للفاميلي او للمشروع خلاص ما اقدرش افتحه الاصدار اقدم منه النقطة دي واضحة الريفيت لو انا افتحت مشروعه على 2012 مقدرش افتحه على 2011 و2010 اقدر افتحه الاصدار البعادية اللي هو 2014 و2014 بس اللي انا افتحته 2015 وسيفته مقدرش افتحه الاصدار قديم تمام فدي يعني لازم نخلي بالنا منها قوي لان ممكن يكون عندك نسخة في الشغل ونسخة في البيت فانت عايز تعادلت تعادلة بسيطة خدته في البيت وشغلته 2014 عشان تعمله على 2012 تاني هتبقى فيها مشكلة تمام باذن الله طيب هنشوف الباوربونت باذن الله مع بعض على السريع بش هنطور فيها تمام طيب ده اوتو ديسك ريفيت اوتو ديسك دي شركة عملك جدا وعملة برامج كتيرة جدا فهيدمن لك ان افش تقع ان شاء الله زي برامج كتيرة بتطلع وتبع حلوة بس ما فيش ناس شركة كبيرة وراها فممكن تقع فلا اوتو ديسك شركة كبيرة ولها برامج كتيرة جدا فان شاء الله البنامج اللي تاخد منها موصف فيه ريفيت هي اختصار لكلمة اسمها ريفيز انستانتلي ريفيز انستانتلي هي معناه يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق يعني لو انا عدلت حاجة في البلان اعدلها في الستيكشن ما فيش المشكلة خلص عدلتها في الستيكشن هتعدل في البلان اوتوماتيك تمام اعدلت حاجة في البلان هتعدل عطول في الاسكادول تمام طيب احنا بقى لنا 25 سنة او اكتر شغالين مع الاوتوكيد تمام طيب ليه بقى الريفيت؟ عشان كان فيه مشاكل كتير بيتوجيني في الوتوكيد تمام؟ من ضمن المشاكل دي ايه؟ ان انا اصلا ما بعرفش الباقي بشغال في ايه؟ يعني انا دوات شغال في التكييف في الصحي بينما المعماري بيعدل حيطان وبيعدل شبابيك وانا مش يخب بالي اخر الاسبوع ببدأ اعرف ان هو عدل حاجات دي تمام؟ انما في الريفيت احنا كلنا شايفين بعض وكلنا بنعدل مع بعض واي حاجة بتعدل بعرف في ساعتها تمام؟ دي من ضمن المزايا اللي موجودة في الريفيت ووش موجودة في الوتوكيد تمام؟ خلاص بإذن الله خلاص ان شاء الله رست ان شاء الله نصلي اختلف من اول 2013 ريفيت 2013 نزلوا اصدار فيه التلافة مع بعض لان هما لقوا ان الشغل واحد ممكن يكون واحد بيشتغل مي بي وفي نفس الوقت بيشتغل ريفيت ارتكشور وفي نفس الوقت بياخد حاجة من ريفيت استركشور نحن سأختبر. هر kalk up الو التقرب ich ومنشرح الفلسفه بتاعته او الفك RHI اللي هي البيو اي ام. الكلام دوت لو فيه ناس شغالة في الاستشارات الهندسية او المقاولات في الام اي بي. تمام? فدلوقتي من 2013 و2014 بل فيه نسخة ممكن تنزلها. تمام? فيه نسخة ممكن تنزلها. مفيش مشكلة باش مانتس. فيه نسخة ممكن تنزلها. تلاقي فيها الثلاثة مع بعض. وممكن تنزل الريفت ام اي بي لوحده. وريفت ارتكشر لوحده. وريفت ارتكشر لوحده. يعني حسب ما انت عايز. عايز تنزل الثلاثة مع بعض. موجودة. على الموقع اوتو ديسك ممكن تنزله طوالي. او ممكن تروح منزل ريفت ام اي بي وتشغل بس على ريفت ام اي بي. تمام? بيفيدنا في ايه? برنامج الريفت. برنامج الريفت بيعمل لنا موديل كامل للمبنى. بيعمل لنا موديل كامل للمبنى. لأ اللي ما يزعه كاد دي حاجة كتير احنا لسه إليها من شوية. تمام? وان شاء الله تلقى المحاضرة ما يستجلها. بس هي باختص الريفت بيعملها لنا 2D وبيدناش صلاحها كتير جدا. الريفت بيدينا صلاحها كتير جدا. هنشوفها دلوقتي في الباوربوينت. في مشروع معمول انشاءه ومعمري فعلا وهنعمل عليه الامي بي. بس موش المحاضرة ديت? المحاضرات الجاية ان شاء الله. يعني المحاضرة ديت اعتبره اتعارف يعني. بتعرف على حضراتكم ان شاء الله. ونتعرف على البرنامج. تمام? طيب انا هكامل دلوقتي موضوع الباوربوينت. تمام? كان في باوربوينت بدأناها قبل الريست. هنشغاله دلوقتي ونبدأ نشوفه في الموضوع مع بعض. بفيه برضو مراجعة. اه ان شاء الله يبقى فيه شغل لتوزيعك يا رابي بإذن الله. المحاضرة ان شاء الله هتلاقوها مستجلة وهتلاقوها على موقع ملتقى الضارين. تمام? فان شاء الله ممفيش حاجة فاتكو بإذن الله. تمام? طيب. هنبدأ نكمل. اه كان فيه مشاكل موجودة في الاوتوكاد. فعشان كده بدأ ظهر الريفت. من ضمن المشاكل اللي موجودة في الاوتوكاد. ان انت كنت بتشغل وتفاجأ ان المعمري بيعمل حاجة وانت بشغل بالك بتعرف شغل بعدها في ازبوع مثلا. او تاني يوم او دالة يوم. انما احنا كلان شغلين مع بعض. فبتحس بالحاجة في ساعتها. يعني جاست ان انت مسلا عملت او بتلايظهر لك كل الشغل بتاع المعمري والستركشور. تمام? طيب. اه من ضمن المشاكل ان كان المعمري بشغل بأدوات والستركشور بشغل بأدوات. والام يبيه بشغل بأدوات. فما كانش فيه تنصيق بينهم. دلوقتي لا الريفت بتقدر شغل عليه كلنا مع بعض. وكلنا شايفين شغل لبعض. دي من ضمن المشاكل اللي موجودة ولسبابها الكاد. ان انت بشاف شغلة حقيقة. فعمل تكتب ابعاد بس مش حاس بيها. يعني تكتب متر ونص. مش باخد بالك متر ونص دا تبقى دي ايه. مترين. تلاتة متر. تمام? فانت بشايف حاجة قدامك. يعني حصل المهندس زميلي انشائي. بيصمم بيته وصمم السلم عكسي. يعني خلا ان انت تدخل من الباب تلاقي ظهر السلم. وتنفس فعلا كده. تمام? فلا ان هو بشايف وقف الغلطة ديت. انما لو موجود بالريفت وبيعمل الساكشن. الساكشن في الريفت بتعمل بسهولة جدا زي ما نشوف ان شاء الله. هتلاقي الموضوع هتاخد بالك من كل المشاكل اللي هتحصل. دي برضه مشكلة. او كتب الارتفاع هتنين متر ونص مسلا. ما هو بشغل باله الارتفاع ده هيبقى دي ايه. انما في الريفت انت ممكن تتخيل حاجة بالضبط قديم. وارد انت تاخد سكشن. هتشوف الحاجات معمولة ازاي. تمام? دي ما اعتقدش انها غلطة. دي حاجة مشكلة خالص يعني. تمام? او ممكن يكون عمل البراكونة وبعدك اصدها. يعني نحسن نظام ما نقولش انها مشكلة الكاد. تمام? طيب. الكاد لو انا اديت الصورة دي لحد بش بش متخصص بش هيقدر يفهم ايه ديت. فهقول له مسيح ان اراك في التصميم ده. هيقول لي اه جميل 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 ويعديها. انما لما هشوفها في الريفت سري دي هيحس انها جوه للمبنى. فيقول لك لا والله انا عايز التربيز دي تجي من شوية. لا عايز كرسي زيادة انا عايز حاجات دي. فيبدأ يعدل حاجات بدل ما تصمم. وفي الاخر يقول لك هد وعمل. في اماكن كتيرة كده. بعد ما تعمل مثلا تربيزات وتصمم وتعمل وتسرف في فيوز كتير على الدكور. الراجل يقول لك لا بش هده شكل ما متخيله. فاتطر تهد وتعمل تاني تهد وتعمل تاني. ودي تكلفة جمزة. ان ده ممكن تعمل مبنى زي ما تشايفين. وده سهل جدا ان احنا نعمله في الريفت ان شاء الله. تمام? الريفت ليه الريفت? لانه بعتمد على تكنولوجيا البي اي اي ام. فيوز كتير جدا. تمام? تكنولوجيا البي اي ام بالريفت بس. في برامج تانية زي جرافيك سوفت زي بنتلي. السيستيمس. اللي منها الميكرو ستيشن. فيها ده بكتير جدا. بس هو الريفت ان شاء الله من افضل البرامج دي. تمام? البي اي ام بيخلي كل يتصل ببعض. الارتكشر يتصل بالسيفل. يتصل بالستراكشر يتصل بالامي اي بي. بالبيلدر. بالونار. منظومة كاملة. فبتطلع الشغل عشر عشر. ان شاء الله. دي بعض الاشكال اللي ممكن برنامج الريفت يعملها بالسولة جدا. هتلاقي ان فيه سور حقيقة. هو اللي انت بتعمله في الريفت هو اللي بتعمل في الواقع. مفيش اختلاف. انما قتلح الكاد وقت اللي موجود في الموقع. هتلاقي ده غير ده خلص. هتلاقي في اختلافات رهيبة بين الاتنين. لذلك بتعمل حاجة اسمها اسبلت. بعد ما ما خلص شغل. يعني اول مرحلة في الشغل بتاعنا ديزاين. تمام ما ان شاء الله. اول حاجة في الشغل بتاعنا ديزاين. بعد كده نعمل شوب دروينج. الدزاين بتبقى مجرد بس ايه مجرد ان اخد ترخيص حاجات بسيطة جدا. الشوب دروينج بحط التفاصيل كلها والارتفاعات والصبرطات والابعات بينهم وكل حاجة. المرحلة اللي بعد كده بعد ما بينفذ الشغل فعلا بقى من حاجة اسمها لوح اسبلت. بحيس ان انا حط الشغل الحقيقي. بتلاقي فرق بير جدا. بين شغل شوب دروينج. واللي العمال نفذوه. ليه? لان هو هو بينفذ بلاي حاجات غير اللي انت عمل حسابك فيها. فبيغيروا التصميم نفسه. انما في الريفت لأ ا ا ا ا ا غالبا تفرق بين الشغل والاسبلت بيحاجة بسيطة جدا. يعني بتاخد اللوحة بتعمل التعديل او اتنين تلاقي خلاص طبحت الاسبلت او ده مثلا ده برنامج معمول هتلاقي الجزء دوت معمول بالريفت وده في الواقع بتلاقي الاتنين typical من بعض برنامج ريفت بش اوتوكات بس اوتوكات بعمل لي ايه ادرافت بيرسل انما هنا لا ده بعمل لي تحليل بيجيب لي بعمل لي documentation بيبدأ يديني حصر الحاجات بيديني معلومات كويسة جدا بيغني عن حاجات كتيرة جدا يعني بدلا ما انا بمسلا بستخدم مع الورد والاكسل وكل الحاجات ده ممكن اوفرها وعملها كلها في برنامج ريفت زي ما نشوف ده الواحة برضو معمولة الريفت ممكن اعملها بسهولة جدا البي اي ام بيلدنج انفرموشن مودلينج بتلاقي حاجات كتيرة جدا منها اشهر حاجة للبرنامج الريفت برنامج السيفل سري دي ده لو انت بتعمل موقع عام برنامج نفس ووركس وان شاء الله ده يشرح برضو في الكورس باذن الله تمام وده من اهم البرامج برنامج الريفت امي بي ده اللي هم نشرح دلوقتي طيب الوتوكات بيعمل ايه من دوت هو بعمل درونج بس ما معاملش اسكادولات كنا بنعمل اسكادولات لما اكسل لما بنعملها على الوتوكات بس مش متفاعلة خالص مجرد كاتب ارقام وخطوط بيديني الصور بتراها اشك واجمل بكتير بيعمل لي مودل الريفت بيعملها كتيرة جدا غير الوتوكات الوتوكات محصول في الدروينج بس البي اي ام بيخليك تصل بكل دول المعماري والانشائي والسيفل والانتيريور ديزاينر كل دول بيبقى متصلين معاك طيب لو احنا اتكلمنا ان الاول عندي نقطة تمام لاين سيكوال السيكوال ده ممكن نقدر نول النواة ده الاوتوكات بدأنا في موضوع الاوتوكات الكيوب يبقى انا بدأت اعمل ممنة 3D تمام بعد كده نبدأ بقى يخش بقى في موضوع البرامج التانية اللي بعد كده نفس وركس بيبدأ يديلي اشكال مجسمة اكتر لو احنا حاولنا نشرحه كده في المثال الطريف 1D اللي هو يعني زمان كان رمح ويرمي فهو قدامه بس ايه في اتجاه واحد اللي هو الاكس بعد كده بقى في عندي اللي هي زراعة 2D بقى x و y 3D بدأ يحس بارتفاع التالت تمام انا مش مقفع عن المثال ده بس هو ده يعني اقرب مثال الموضوع هذا هو المبنى ده اللي تحت ده ده شغل الكات تمام ما حدش فهم منه حاجة انما لما بتحاوله الريفت بيبدأ الحاجة 3D وتبدأ تحس بيها تمام ده مبنى مستمم وده التنفيذ بتاعه ده شكل المبنى المبنى اللي احنا ممكن نعملها بسهولة جدا الموضوع البسيط ده حاجة اعطونا كم برنامج بقى يام طيب نبدأ ندخل بقى في الريفت ريفت يعني ريفيز انستانتلي ريفيز انستانتلي يعني عيد تكوين نفسه بشكل متوفق مستر ريفت مستر ريفت تمام ان انا لو رسمت حاجة في البيلان اوتوماتيك هتغير في السكشن لو رسمتها في السكشن او عدتها في السكشن هتعدل في البيلان وهتعدل في الاسكادولات فكله مرتبط ببعضه تمام طيب لو انا استخدامت الريفت الميزة يعني انا هبدأ اتعلم برنامج جديد الميزة هتزود لي الكواليتي بتاعتي وهيقلل التكلفة وهيبقى اسهل في التعديل يعني التعديل فيه سهل جدا عكس الكاد هنشوف مع بعض زي ان التعديل اسهل جدا من الكاد ونشوفه نفسه اسهل يعني انت لو كاد بدأ بترسم عليه بدأ ترسم خط وتعمل offset وتبدأ ترسم خط تاني وبعدك عشان ترسم الكوعدة فيها القصة الوحديها انما في الريفت هتلاقي الموضوع كله بيتم بسلاسة تمة طيب دي نابدة تاريخية ان هو يتعمل بدأ ويفكره فيه سنة سبعة وتسعين اول اصدار كان سنة تسعة وتسعين طبعا احنا عادين كل ده بشو حاسين بها خالص الشركة بقى اسمها الريفت سنة الفين الفين واثنين تتشارته وبدأ التطور فيه تعمل الريفت is not magic هو بس يعني حاجة بسطة جدا وتعلمها ان شاء الله اسهل مكاتب كتير تعمل كان دي صورة طريفة ان انت لو انت بتشغل على الريفت كان انك بتعمل لعبة بازل بتبدأ تحط الحاجات كده تلاقي المبنى كله بيبدأ يتشكل تعمل الدكة بتاعته جميلة جدا يعني بالنسبة يعني اولا اولا ما حد بيعمل موضوع الدكة ده في الماب بس لذيذة يعني فيه شركة كل الناس اللي كنت شغل فيها فخرجنا لوحة بلين وجنبها لوحة سيكشن ولوحة دتيالة للحمام ولوحة 3D ولوحة عملناها بالشكل دوت ان هو شاف المبنى حقيقي في ابهر الزبون بدل ما كنت بديله لوحة 2D وخلاص لا انا عملت له سيكشن 3D وهنشوفه ازاي سهل نوعات عمل وعملت له حاجة عملت له حاجة اسمها render فالموضوع بقى قدامه شكله جميل جدا حاس ان فيه فرق كبير جدا بين الشغل القديم والشغل دوت الريفت هيوفر لوقت كتير جدا في الشغل بتاعي زايد ان كل اسكادولات والحاجات دي كلها اوتوماتيك بتتعدل الريفت هيوفر لوقت كتير جدا في الكوردونيشن تمام؟ دي بعض المباني اللي تعاملت بالريفت شغل الريفت او شغل الريفت او شغل البي اي ام عموما فبتلاقي صور جميلة جدا يعني ده شغل الكادة اللي تحت دوت وده اللي فوق ده شغل برامج البي اي ام تمام؟ ده شغل الكاد وده شغل البيائم. وطبعا فيه فرق بين السرى والصورية. ماشي. التصميم بأسهل واضق وحاجة بتبقى حاجة تتنفس فعلا. يعني انا ممكن دلوقتي لو انا شغال كده اخلي مصورة تمشي بعكس الاتجاه وانا بشيخ ببالي وخليها تغبط حاجة تانية. ومداش الارتفاع المطلوب بتاعها. لأ هنا هصمم تصميم جميل جدا وشكله هيبقى موبر. ان انا هعمله حاجة 3D. تمام? دي اكبر ميزة في الريفت. ان انا لو عدلت في 3D هتعدل في البيلان اوتوماتيك. لو عدلت في البيلان هتعدل في 3D وتعدل في سيكشن وتعدل في سكادولات. كله مرتب ببعضه. كله منظومة واحدة. تفاصيل بتاعة المبنى. اي حاجة ممكن تعملها تصميم بسهولة جدا. دي بعض المشاريع معمولة بالريفت. تمام? او ده دي مثلا الصرف مثلا والتغذية. ان شاء الله الحاجات دي مع بعض كلها هنعملها بازن الله. في بعض الصور هنا انا كنت لعملها وفي بعض الصور كنت لعملها من على النت. فيه البرنامج ممكن ان يعمل لي حسابات. يعني مش مجرد برنامج راسم خلاص. لا انا ممكن اخليه يعمل لي حسابات. يغني نعم بعض البرامج الحسابية. فيه برضو لو في اي مشكلة هينبهني ليها. يعني هنا نبهني المشكلة. في ايه هنا? الضغط ده بيش وصل بدا. مفيش كوع موجود. مجرد ان الكوع يتلغى. راح هو نبهني الموضوع ده. تعمل لي error هنا. تعم? هنا برضو. لقى في مشاكل بدأ ينبهني ليها. هو بيعمل لي اسكادوريب بطريقة جميلة جدا. ان انا اقول له ممكن اعمل لي حسر. الشغل كله يبدو اعمل لي حسر. فيوفر له وقت كتير. ووفر له وقت رهيب جدا. لان ممكن بعد ما اعملت الحصر على يعني لو انا شغال الاوتوكاد وعملت الحصر على الاكسل. عدل حكة في الاوتوكاد وانسى عملها في الاكسل. او الغي حاجة او اعدل. اضطر عيد الشغل تاني. لا هنا اوتوماتيك هو هي عدل الاسكادوريب على طول. زي ده نوبش اسكادوريب سابت لا ده انا بعدل زي ما اعايز. اختار الشكل اللي اعايز. وازبط زي الشكل اللي اعايز. هنا مسلا كنت بنحدد الموقع اللي انا هشغل فيه. فاولتروا هنا مدينة الكاهرة. دخل على جوجل ارس. وحددت المكان. بمجرد ان احددت المكان. هو خد المعلومات بتاعت الحرارة والرطوبة وكل المعلومات. وسجلها في البرنامج. عشان يعملي شغل هندسي مظبوط. وكل ده بس انا بشواء كل البرنامج وان شاء الله نبدأ ايه نرسم حاجات دي بازن الله. تمام? ممكن تحدد الاسلوب. تعمل شغل للصرف مزبوط. بتعمل ليجاند زي ما انت عايز. زي هنا. هنا نعملت الحاجة ان انا قلت له مسلا الدكت لو كميت سيف ام بتاعته مسلا من الف الالفين اديها لون. كميت سيف ام من خمسمائة الالف اديها لون تاني. طمام? فليه ان انا ازبط الوان جميلة جدا للشغل واخلي الشغل بتاعي شكل وشي. هنا ممكن اعمل سكشن بسهولة جدا. في ثانية واحدة عمل سكشن ما باخدش منه وقت خالص. ده مبنى معمول على برامج البي اي اي ام. وده لما تنفس حقيقي. فهتلاقي ما فيش فرق كبير بين الاتنين. وده نفس الفكرة. اللي بتعمله بتلاقيه هو نفس هوه. بنلاقي حاجة اسمها فاميلي. تمام? دي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. هي عاملة زي البلوك. تمام? عاملة زي البلوك. البلوك كان عبارة عن ايه? مجموعة من العناصر مرتبطة ببعض. كان في الكاد عندي حاجة اسمها بلوك. تمام? عندي حاجة اسمها بلوك. كنت ممكن مسلا عندي اي عناصر ولا ايكم مسلا خلينا نتكلم في كورسي مسلا. عندي كورسي. في تفاصيل كتيرة. فبدل ما اعدى رسم خط خط. وكل ما اجر سم كورسي اعدى رسم الخطوط التاني. لأ كنت بعمله مجموعة مع بعض. واسمي دي عبارة عن بلوك. تمام? ففي الريفيت لأ بعندي حاجة اسمها فاميلي. ليه سموها فاميلي? ليه سموها فاميلي? يعني لو فهمنا الاسامي. بنعرف جات منين فبتلاقي الموضوع سهل. غير ان ما نحن نحفظ. الفاميلي عبارة عن ايه? هي عبارة عن بلوك بس سمارت. عبارة عن حاجة زكية جدا. الفاميلي جي اسمها منين? جي اسمها. مننا لو عندي مجموعة عناصر. تمام? اه في الريفيت بتبقى فاميلي. يعني ليهم صفات مشتركة. وكل واحد ليه صفات مختلفة. زي العيلة. احنا عندنا عيلة. كلهم عنهم خاضرة. لانهم كلهم الاب والام واحد. فليهم صفات مشتركة. انما كل واحد فيهم ليه صفات خاصة بيه? واحد مثلا شجاع واحد كريم. واحد بيحب الخير اللي اخواته واحد بيحب يعني المقالب. فليه صفات خاصة بيه? فهي الفاميلي عبارة عن كده. مجموعة البلوكات دي لما برسوم جنب بعض. ليهم صفات مشتركة. وممكن اغير صفات مشتركة دي مرة واحدة. يعني خلينا نتكلم مثلا عالتكييف. ممكن يكون عندي كزا ايرهندين جيونت موجودة. وعايز اعدل واحدة فيهم. ممكن افعل واحدة فيهم واعدل خصوات بتاعتها. اصغر مثلا المخرج بتاع الريتيرن. اكبر المخرج بتاع السابلاي. وممكن اغير صفات بتاعتهم كلها مرة واحدة. تمام? دي بالنسبة لفاميلي. الفاميلي هي عبارة عن البلوك؟ بس اسكة منو. اسكا منو بالطرية جمدة جدا. انا اول مرة اتقابل بورامج اللي هي لبها ام دي كنت تشغال في اللوحة الكاد فلاقيت حاجة غريبة. ااه..جبىTERちゃوا أن راقيت عندي حيطة تمام؟ وفيه باب. اول مา شل الباب الحيطة تكمل. تمام؟ك فاستغربت. الكلام ده كان في 2006. فاستغربت اسأل الناس اللي حوالها بش عارفين لان البلوك ما بيحسش باللي حواليه. انما لان المشروع كان معمول بالريفت وصدروا للكاد فالخاصية دي لسه موجودة فيه. ان انت لو حطيت الباب ده على اي حيطة هو اوتوماتيك يفتح الفتحة بتاعت الباب. يعني يقطع حيطة في حيطة. بينما يدوي في الكاد كنت بضطر اعمل تريم وابدأ ازبط الحاجات وخليش شكلها حلو. هو اوتوماتيك كان بيزبط الاشياء كل ده. الريفت معمول عشان يفط زهنك للتصميم. ما تشغلش بالك بان انا هعمل كوع قد كده وان انا عايز اكبر كذا وان انا عايز ان انا فيه حتة مسلا عايز اعمل لها قسط. لا اوه. ركز على التصميم. الشغل لنفسه الدكتاب بترسم بسولة. الكيبل تريب بترسم بسولة. الباب بترسم بسولة. شغله كله بترسم بسولة. عايزين تصميم حلو. هو عمل اللي عليه. وجاب لك احسن حاجة موجودة. فانت كل عليك ان انت تركز التصميم. تمام? فانا لما لقيت الحاجة زي كده استغربت. فبدأت اسأل. فعرفت ان في حاجة تغير الوتوكات. فبدأت اصلا باتت مستغرب ان البلوكات حسب اللي حواليها. باش مجرد ان خطوط مرسومة وخلاص. تمام? دي بعض البورامج ممكن نزل منها الفاميلي. زي فاميليات. ده اشهر موكو على اسمه ماشي? دي حاجة اسمه وركسيت. دي هنتكلم معنا في التفصيل. دي عبارة عن ان انا انظم الشغر. الوتوكات كان كل لوحة الوتوكات الواحدية. الريفت لا. الريفت ملف واحد ونشغل كل اللينا عليه. تمام? ملف واحد ونشغل كلنا عليه. الكاد كان كل دور في الواحد. فانده ممكن ترسم رايزر في دور الاولاني وتنسى ترسمه في دور الثاني. او تحركه يمين شوية في دور الاولاني. وتقول انا هطلع حرك في الدور الثالث عشان هو الريزر اصلا بيدي لدور الثالث. تنسى تحركه في دور الثاني. هنا لا. هنا كل اللي هو موجود في مشروع واحد. فمجرد ان انت حركت حاجة في دور الاولاني. الريزر حركت في دور الاولاني. هو هتحرك في دور الثالث والثالث والرابع ان انا بظبط شغل ان كلنا نحس بشغل بعض في نفس الوقت. الموضوع ده هنكلم معنا بالتفصيل. هنا ممكن ان احنا نشتغل واحد يكون في الكهيرة واحد في السعودية واحد في امريكا واحد في اليابان. كلنا نشغل نفس المشروح في نفس الوقت. تمام? طبعا لما بتبقى كلنا شايفين شغل بعض كل ما بيبقى الشغل انضف واسرع واحسن. دي جودة صور في الريفت لو انت عايز تعمل لها رندر. مش محتاج ان انت تصدارها لسريدي ماكس. بالاصدارات القديمة للريفت ما كانش درجة بالوضوح دي فكننا بنصدارها لماكس. لأ هنا على طول اوتوماتيك. تمام? دي ماوس لذيذة جدا بتسرع شغل على برامج سريدي زي بنامج الريفت او سريدي ماكس. تمام? التصميم هيبقى سهل جدا. هيتركز على التصميم. وهتنسى الموضوع ان انا عايز اسم كيبرت رهي. عايز اسم الضغط مقاس كزا. لأ بيديك ادوات توفر لك الوقت جميل. ان شاء الله الباوربوينت دي هترفع على الموقع ان شاء الله. فما تقلوش. ده موقع الضرين ان شاء الله. تمام? طيب. لو احنا قلنا دلوقتي. نحن نشغل على برنامج الريفت. الصورة ظهرة عندك كده. صورة البرنامج ظهرة. تمام. طيب. احنا لما نجي نبص على برنامج الريفت. دي الوجهة بتاعت برنامج الريفت. تمام? طيب. لما نجي نبص كده عليها. بلاقي في كزا جزء. بلاقي في جزء اسمه بروشيكتس. ده الخاص بالمشاريع. بلاقي هنا اخر مشاريع ان شغلت عليها. اخر مشاريع ان شغلت عليها. مجرد ان انumbai دواس عليها يفتحها لي. زي ما كان موجود في الواتوكاد. ان لت بدوس كده كان بعرض لك اخر مشاريع او اخر لوحة اتشغلت عليها. تمام? في الواتوكد كان كان بعرض لاخر لوحة. لان كان كل دور او كل حاجة لوحة. تلاقي تكييف الدور اولان في الوحة. تكييف الدور الثاني في الوحة. كهربة الدور الثالث في الوحة. هنا لا مجرد ان نفتح المشروع فيفتح لكل دور بيفتح لا كل تكييف في الصحي وكهربا كله في نفس اللوحة. تمام؟ طيب لو انا عايز افتح مشروع بقول اوبي. ما ابدأ اختار المشروع اللي انا عايز افتحه. خلي بالك هو بيفتح مشروع ايه؟ بيفتح الريفت 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 الامتداد بتاعه RVT. RVT. ريفت اختصار كلمة REVEAS INSTANTLY يعني عددتها يكون نفسه بشكل متوافق. الامتداد بتاع المشروع فيه RVT. يعني كلمة ريفت بس هو شار منها الحرف المتحركة. بلاه عند حاجة اسمها family file. family اتفقنا ان دي البلوكات بس في الريفت. في الريفت بنسميها family. على اساس ان هي كلها عبارة عن عيلة واحدة. بس في صفات مشتركة بينهم وفي صفات مختلفة. بلاه عند حاجة اسمها Autodesk Exchange Files. امتدادها ADSK. تمام؟ دي عبارة عن ملفات وسيطة بين البرامج. يعني لو انت عايز تصدر لسري دي ماكس او كذا. بتاخد المشروع Autodesk و ADSK. فيتفتحها كل البرامج اللي هي بتشغل في سري دي. تمام؟ ده امتداد خاص ببرامج Autodesk. لو ملف template. او. عايزين نعرف يعني ايه؟ template. اللي نتدد template RTE. تمام؟ طيب. حد ممكن يكتب لنا كده يعني ايه template. نعرف ان كلكم. ان شاء الله محاضرة كلها محادش يقل اللي نور. قالب جاهز او نموذج. بمعنى اصح ايه؟ يعني نحاول نوضح الفكرة. انا باش هنصرهم تمام. قالب جاهز. تمام؟ طيب. احنا دلوقتي لو قلنا template يعني ايه؟ template يعني ملف حط في الاعداد بتاعتي. يعني خلينا نقشوها في الكاد. في الكاد نقرب الفكرة قوي. في الكاد كان من عندها اسمها template. كنت بحط فيه اللي يا رب بتاحت مزبوطة. كنت بحط فيه البلوكاب بتاحت اللي انا باستخدامه على طول. كنت بحط فيها الاعداد بتاعتي. اليونت بابدأ ازبطها. بحيس لما ابدأ مشروع مابدأش من سفر. لا ده انا بابدأ بلاي اللي يا رب بتاحت مزبوطة. تمام؟ فده ملف template. وده برضه مش موجود في الورد. مش موجود في الكاد والريفت بس. لا هتلاقي موجود في الورد وفي الكسيل وفي حاجات كتيرة جدا. هو عبارة عن قالب جاهز. بتلاقي فيه الحاجات بتاحتك. يعني في الكاد بتلاقي فيها اللي رات. طيب في الريفت. في الريفت بابدأ ازبط حط الفام اللي انا عايزها. بزبط اليونت بتاعتي. بزبط ارتفاع الكتابة. بزبط المشاورات بتاحتي. كل حاجة بابدأ ازبطها في الـ template. فلو انا هبدأ من سفر. اللي انا هبدأ من سفر. وفتحت مشروع فاضي خالص من غير template. هتعب قوي. ليه? هدهر على شكل مشاورة. هلاقي غريب. هبدأ ازبطها. الكتابات هزبطها. لا. احنا عايزين نبدأ من template جاهز و template سهل. وهنشوف ان شاء الله مع بعض زي نعمل template بحيس انه يبقى حاجة خاصة بنا. كل واحد يعمل نفسه template خاص بيه. و template خاصة في الشركة. يبدأ يشتغل منه. تمام كده ان شاء الله؟ طيب. يعني انا دلوقتي لو عايز ابدأ مشروع فاضي خالص ممكن اقوله template. فهجب لي ملفات template ابدأ اختار منها. طيب. لو انا عايز اعمل انا family. يعني انا مش عايز اجيب family جاهزة. لا اعايز يعني لو family دي مثلا تحطها على الحيطة. يجيب لي الاعداد انها تحطها على الحيطة. فما ببدأش من السفر. بيكون مثلا الليونت مزبطة والشغل بتاعه مزبط. تمام؟ طيب. لو انا قلت له project file. اسهل ما كانت جيب منه للحاجات. اه شوف انت اصلتها بال revit فين. يعني لو مستطبع على C هتدخل على C. انا مستطبع على A. تمام؟ وهتدخل على program file. يعني هتلاقي اسمه symbols. هتلاقي الحاجات دي. اللي امتازت انه هوت. او المسار. اه خش على C او D او ليه حسب المكان اللي انت بستطب فيه revit. program file. autodesk. revit. سواء 2012 او 2013 او 2014 او 2014 زي ما انت عايز. program symbols. دي بتلاقي فيها مشاريع جاهزة لل revit. دي اللي هنبدأ فيها في الاول لان دي موجودة عندنا كلنا. تمام؟ وبعدكنا ان شاء الله هنرفع المشروع اللي احنا هنشغل عليه. الاساساتزاتي اللي سابقوني. او عملوه structure وعملوه معماري. تمام؟ طيب. هنرجع لها تاني بس نشوف باقي القايمة. تمام؟ يعني دي project. بلاقي هنا المشاريع اللي انا فتحتها قبل كده. بلاقي open. بلاقي new. new يبقى انا عايز افتح مشروع جديد. new بيبدأ يفتح مشروع جديد. بيقول لي حدد template. يعني حدد اختار template قدام منه. طيب لو قلت له اوكي. يبدأ هيبدأ من سفر. هيبدأ من سفر هيطلع عيني. هيبدأ بقى يقول لي انت عايز تختار ايه وابدأ اضبط اليونت واحدة واحدة وابدأ اضبط المشروع وابدأ. هياخد منه وقت جديد جدا. فدي ما نصحكوش بها خالص. لازم تحدد template تبدأ منه. لانك لما تبدأ بتنبيت. هتوفر عنافسك ان تتحدد اعداد الطباعة، وتوفر عنافسك اليونت طفوا نفسي حاجة كتير جدا هو بس يفتح ونفتله عاطو امدى شكل الريفت ونبدأ نشوف الحاجات ازاي بس لو انا عامل تمبلية مزبوط هتلاقي الاسكادولات معمولة مزبوطة هتلاقي الشتات جاهزة هتلاقي الفاملي جاهزة هتلاقي حاجة كتيرة موجودة انما لو انت هتتبقى من سفرة هتتعب جامل هتبدأ تضبق كل حاجة من الاولوجديد وبالذات لو انت لسه بتبتدي في الريفت هتعب جدا طيب اعمل ايه بقول نيو وابدى اختار تمبلية التمبلية امتدر بيبقى RTE تمام فهتلاقي تمبلية موجود اصلا نزل مع المشروع ولو ما لقيتش هنشاء الله هنرفعه المدونة بتلاقي حاجة امتدر RTE مجرد ان انت هتفتحها بتلاقي مزبوطة بتلاقي فيها الفاملي جاهزة بتلاقي فيها الماسات مزبوطة بتلاقي فيها تمام ده ملفات التمبلية طيب لو انا اخترت واحد فيه مثلا نختار واحد تعمل ايه رفت فرض ايه فرض مثلا ان اخترت دوت تعم قلت لقى بي بيدين اختارين بيقول لعيس تفتح المشروع ده كمشروع ولا بروجيك تمبلية كمشروع يبقى انا هابدأ مشروع اشتغل عليه فعلا يعني التمبلية ده هفتحه وابدأ اشتغل عليه مثلا المول كذا المدرسة كذا السجن الفلاني الحاجة دي بروجيك تمبلية يبقى انا هفتحه كبروجيك تمبلية واسفه كبروجيك تمبلية مجرد بيفتحه عشان ازود الاعداد بتاعتي يعني وانا اشغال اكتشفت مثلا فاملي جديدة هحطها في البروجيك تمبلية عشان ابدأ اشتغل عليها شافت مثلا ان فيه اعدادات انا اعملها باش مظبوطة هابدأ اضبط الاعدادات فلو اروح من فاتح البروجيك تمبلية عساسة مش كل مشروع افتحه اعمل الاعدادات دي فيها لا خلاص ان اعملتها في البروجيك تمبلية يبقى مش هحتاج ان انا اعملها تاني وقول له اوكي يبقى انا كده افتحها البروجيك تمبلية لو اولترو بروجيك يبقى تفتح معي كمشروع تمام طيب نقول له cancel ندخل بعد كده على الفاملية بلاي اخر فاملية اشتغلت عليها تمام بلاي هنا الفاملية بيقول له اومي بابدأ افتح اي فاملية انا عايزها بلاي new لو انا عايز افتح اعمل الفاملية من اول جديد تمام هيديك اعداد بحيث تشوف انت باعيستعمل الفاملية ايه هنا لو انت عايز تعمل بلاي عند حاجة اسمها autodesk tick autodesk tick دي عبارة عن موقع طبع autodesk تمام الموقع دو تقدر تتحمل اي فاملية انت عايزها يعني بفرض مسلا ان انت عايز تحمل اه ولكم مسلا lighting او شو مانتس او فاندن ماشا خلاص باذن الله ماشا اعد من اول فاملية او فاندن سامح حضرتك او فاندن الو او شو مانتس مع حضرتك خلاص اقعده من شاء الله ما معلش ناس في حضر خلاص باذن الله ماشي باش فاندس لا ماشي باش فاندس او ال screen مش شهرة ولا لا او شهر screen ماشي بس نحن مراحقين طيب احنا هنكمل موضوع الفاملية الفاملية احنا قلنا انها عبارة عن بلوكات في الودوكات كنا بسميها بلوكات هنا بسميها فامل دي اخر فامل انا شغلت عليها لايما اقول له open وراح مختار الفامل انا عايزها لايما اقول له new يبقى انا كده هاعمل فامل جديدة بيديني التمبليت اللي انا ابدأ منه بحيث مبدأش من السفل بلايحة هنا لو عايزة اعمل miss بلايحة عند حاجة اسمها autodisc stick autodisc stick دوت بباره عن موقع طبع autodisc اول ما ادرس عليه بيقول لي انت عايز تنزل انا فامل اللي انت عايزة وليكن مثلا lighting بيبدأ بيجيب لي lighting الموجودة فاي واحدة فيهم بختارها هو بينزلها من شركة نفسها يعني اللي عامل الحاجة دي الشركة نفسها فبتبع حاجة ضكيكة جدا بتبع حاجة زي الموجودة في الكاتالوج بالزبط زي موجودة في الواقع بالزبط بالزبط فبختار الفاملي بقول له ايه download selected to local يعني انا عايز احملها للجهاز عندي بقول له انا ما افعل اتفاقية فبتبدأ الفاملي تتحمل ايه ممكن اقول له open يبقى انا كده حملت الفاملي اي فاملي انت عايزة الموقع ده بمليان فاملي بنزلك الموقع هوت هتقول له مثلا عايز الفاملي دي وتفتحها الشاشة دي عبارة عن upgrade الفاملي دي كانت معمولة على اصدار قديم قبل 2013 فهو بيعمل لها upgrade تمام ادي الفاملي لو انت عايز تلف حواليها بتدوس shift وتدوس على البقرة shift والبقرة وتبدأ تلف حوالين الشكل اللي انت عايزه هنقفل الفاملي طيب باجي هنا في الجنب بلاي دي مجرد زي ادوات مساعدة what's new اي جديد في الاصدار دوت help بلا حاجة اسمها exchange application دي عبارة عن ادوات مساعدة لية عبارة عن addends في الوتوكاد كان عندنا حاجة اسمها الاثبات هنا حاجة زي الاثبات بتدي قوة للرفت يعني الرفت تقوي نفسه بس هنا بيدي له ادوات بتقوية لو انا في ادابيش موجودة عندي هو بيعملها لي من ضمن الادوات مثلا على سبيل المسال ودي اداة تعجبكو في اداة بتحطلي الهناجر يعني بتحطلي السابورتات في المشروع كله اقول له مثلا حطلي الهناجر في الدغتات او في البايب او في كوبول تري هو يبدأ احطها بنفسه تمام؟ طيب خلونا نبدأ الشغل كده اقول له open وهو اختار مشروع وهو خلينا نختار حاجة يكون موجودة عندك كلكم اللي هو احنا اتفاني على E program file الاصدار اللي انت شغل عليه حسب 2012 او 2014 بلاقي symbols دي المشاريع اللي موجودة اول ما بتحطي الجهاز فيهم حاجات family وفيهم حاجات project عشان احدد البروجيكت بس اختار اقول له project كده جابلي المشروع لو انا قلت له family هاجابلي فاملي بس طيب انا قلت له اختار البروجيكت فايد في حاجات مكتوب عليها ر اس E ر اس دي يبا ده معماري ما نشعه بي ر اس دي ده انشائي يبا انا عندي حاجتين هم المهمة 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 تمام؟ ممكن نختار اي واحدة فيهم ونبدأ شغل منها تمام؟ تمام؟ وليكن تختار المرة دي اللي هو المهمة 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 بي حال التنمية المهمة المهمة ستشغلك ان شاء الله ازوز تشغل دوقتي ان شاء الله الصوت طب دوقتي تشغل تمام انا دوقتي ده فتحت المشروع تمام الجزء ده تعمل زي الاتقاب بالظبط يعني بتدوقتي ترسم فيه ماشي؟ هنا دي بلاح عمدي حاسمها بروبرتس بروبرتس دي اللي هي الخصائص تمام؟ تمام؟ بلاقي الخصائص خصائص ايه؟ خصائص اي عنصر ان هقف عليه يعني لو جيت وقفت هنا على المصورة ديت او على الحاجة ديت تمام؟ قال لي ديت دي كوندت وزود فيتنج قال لي دي ده دي مش مصورة ده دي كوندت تمام؟ ده سكشن كهرباء فقال لي دي كوندت دي الأفسي بتاعها سالب متر ونص بدأ يديني معلومات كاملة عنها الدامتر بتاعها تدي ايه؟ الخصائص بتاعها تدي ايه؟ بدأ يديني كل الخصائص على كوندت ديت تمام؟ اي حاجة هقف عليها اي انا وقفت مثلا على الواحد ديت هيبدأ يديني الخصائص بتاعتها بيقول دي لايتنج بانال بورد تمام؟ دي حاجة الكهرباء دي ارتفاعها 1500 وبيبدأ يديني الخصائص بتاعتها اي حاجة هقف عليها بيبدأ يديني الخصائص بتاعتها تمام؟ يعني لو جيت وقفت مثلا على حيطة مثلا او اي حاجة من هنا هيبدأ يديني خصائص الحيطة ديت يعني انا اشغال في حيطة وش عارف دي ازاز ولا مش ازاز مجرد انا وقف عليها بيبدأ يديني الخصائص بتاعتها اه دي البيزيك والد الخصائص بتاعتها كذا من ديم الدور التاني للدور كذا كل المعلومات الخاصة اللي موجودة لها بيبدأ ايدالي تمام؟ ده الجزء الخاص باللوبرتس لو انا مش بقى اواقف علي حاجة بيديني خصائص الفيو دوت بيديني خصائص يعني انسهالها شوية اللوحة ديت هي بش لوحة عبارة عن فيو هو هنا ده عبارة عن فيو ده عبارة عن سيكشن تمام؟ فلو انا مش بقى اواقف علي حاجة بيبدأ يديني الخصائص بتاعت الفيو زي ايه؟ زي الاسكلت ايه؟ 1 مية هتعرض بقى أنا شكل بشكل خفيف شوية ولا normal تمام detail شوف أنا ما اخترت شكل خفيف بدأ يديني خفيف normal بدأ يديني شكل الحقيقي بتاعه تمام درجة تفاصيل هل هي كورس تفاصيل قليلة هتلاقي الحاجات دي بقى single line تمام وده ميزة جميلة جدا انه انت ممكن تقول ايه للراجل اللي عميلي انا هبعث لك الشغل single line عجبك والتفاني عن الفلوس هبعث لك double line فترسموا وتخليها كورس اتفقت معا وخدت الفلوس وخلاص وافع المشروع وقال لك مفيش مشكلة همجرب بس ان انا غير الزرار ده شوال كله هبقى فايل أنا اسف اسف جدا معايش أنا اسف جدا جدا ل mainten نفس خاركت من شات في مشكلة هي في ايه الTeam الا بش مأنا نس انا ما حضرتك اه اا اما ش مأنا نس انا 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 واء انا و lun معايش انا لانت الان انت فصل معي. خلاص بإذن الله. طيب هكمل اخر حتة ان شاء الله. هو دلوقتي هنا بجيب لي الخصائص بتاعت اي حاجة هواف عليها. اراد انه هواف هنا مسلا عن دوت. هيقول لي ان ده كندت. وده بوضع الارض مسلا. اقل من الدور دوت بمتر ونص. وده الخصائص بتاعت هي. اه معلش اناسي. خلاص انا بقى. ماشي هون. خلاص انا بقى. اقل الاسكريين. طيب. انا دلوقتي لو انا قفت على اي حاجة من الخصائص ديت. لو انا قفت مسلا عن الحطة ديت. هيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعتها. تمام. اي حاجة هواف عليها هيجيب لي الخصائص بتاعتها. يعني لو انا قفت مسلا عن دوت دوت. كل حاجة بقفت عليها بيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعتها. لو انا قفت مسلا عن كندت دوت. هيجيب لي الخصائص. وهيقول لي الخصائص مختلفة عن كندت اللي تحت. لو انا قفت على البنال ديت. هيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعتها. ده البنال بانال بورد دي اصفحت كده وخصائص خاصة بالكهربا. هنشوف حاجات دي ان شاء الله مع بعض. تمام? البانال نيم بتاعتها اسمها ايه? وكم فولت وكم امبير وكل حاجة. تمام? فدي اشياء اشياء خاصة بالخصائص. طيب اقدر خصائص انا مش بوقف على حاجة خالص بيجيب لي بيجيب لي خصائص البيو دوت. يعني بيجيب لي البيو دوت. الاسكل بتاعه كم? ممكن اقول له مثلا واحد لخمسين. لاحظ اللي هتغير. ارتباعات الكتابة نفسها كلها تعدلت مرة واحدة. بدلا ما الكتفكات بعدها عدلتها واحدة واحدة. لا مجرد ان انا عدلت هنا. تمام? هتتعدل في اللوحة كلها. الديسبلي موديل. هل انت عيسها درجة نورمل ولا هافتون خفيفة شوية? تمام? لاحظ الهافتون جاء بها لي خفيفة. تمام? اقول له انا عايزها نورمل. الديتين لين. هل انت عايزها بدون تفاصيل خالص مجرد الحاجات سينجل لين? ولا عايزها فاين درجات تفاصيل اكتر? دي مزيتها جميلة جدا. ان انا ممكن ابعط للوح سينجل لين. عاجب الشغل وقال لي انا موافق وهيدفع الفلوس. ادى له بقى فاين. تمام? طيب دي بالنسبة لشاشة الخصائص. طيب. هاقفلها دلوقت عشان اشوف الشاشة اللي بعد كده. دي حاجة اسمها بروجيكت براوزر. يعني بروجيكت براوزر يعني متصفح المشروع كله. بابدأ اشوف المشروع كله من هنا. بابدأ اشوف مثلا كان مسلا عند الدور الاولاني الدور التاني. اللي حاجات دي كلها بابدأ اشوفها. تمام? مجرد ان ادوس عليها كأن انا فتحت اللوحة. كل ما ادوس على واحدة فيهم بيفتح اللوحة. تمام? اهي. البلاوميج يفتح اللوحة بتاعت التوالد روم. السري دي بتاعها. ده التوالد روم ده السري دي بتاعها. تمام? برضو الباور اللوحة بتاعته. فكل واحدة من الدول دي عبارة عن اللوحة. فاحنا لو بدأنا نمسك كده البروجيكت براوزر. هلاقي ان هو بيجيب لي المشروع كله من اول الاخره. كل الفيوهات ظاهر عندي. زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ نتعلم زي ان شاء الله الخاصصة مع بعض. تمام? طيب. اه حد ممكن يقولينا عن الليجاند. نعرف ان كلكو يعني من شاء الله قبرة في الحاجات ديت. فنستفد منوك كده ان شاء الله. اه ليجاند. ليجاند يعني ايه? تمام? الله ينور عليك. لوحة مفتاح الرسمة. يعني انا دوقتي رسم مثلا دورية وفيها خط مثلا. او جدوى الرموز بشوانس محمود واجدي. تمام? جدوى الرموز. رسم دورية وفيها خط. تفضيع عبارة عن ايه? تمام? بشوانس شكري. كل البلوكات اللي بستفية كل الحاجات دي زي الفل. تمام? انا دوقتي من دراج اللوحة وفيها شوية رموز. فهو عايزي فهم الرمز ده بعبارة عن ايه? في مخيلتي الرمز ده عبارة عن ايه? فانا بديل اللوحة بقوله دي دورية معناها كزا. المربع معناها كزا. دي معناها كزا. فلو احنا بسطينا كده وبتعمل بطريقة اسهل من اللوتوكات كمان. ممكن اخد اللوحة في اللوتوكات ادخلها برضو عندي. تمام? اه. دي مجرد كل رمز اختصاره ايه? دي عندي ديفيوزر ليجاند. عبارة عن البلوكات او الفاميلي. اه ورمزها ايه? او بتعبر عن ايه? تمام? ده بالنسبة للليجاند. الاسكادولات. خلي بقلك الاسكادولات ديناميك يعني لو عدلت اي حاجة في الشغل. هتتعدل عطول في قلب الاسكادولات. لو عدلت حاجة في الاسكادولات هتتعدل برضو وتستمع في اللوح كلها. تمام? فالاسكادولات هنا بش زي الاسكادولات لما بتعمل في ايه برنامج تاني. لا هنا سمارت وزاكية وبتتفعل بسرعة جميلة جدا. البنال اسكادول هو برضو بيعمله بطريقة جميلة. احنا مجرد بس بنباركه المشروع او باركه البرنامج. واحدة واحدة هنعمل كل حجم الحاجات دي جد. ده تقرير. عن الاحمال اللي موجودة في المبنى. ده قريب من التقرير اللي ممكن تطلع عن طريق برنامج الهاب. لو حد شغلتها كيف. الشيتات. الشيتات دي لها 600 اسم. يعني الشيتات او بيسموها فريم او لي اوت. او بيسموها خرطوشة. فكل شركة لها اسم. تمام? ادي الشيتات. تمام? اهو. ده الشيت بتبدأ تحط الحاجات فيها. وبرضو كل حاجة من دي الليها مزايا في الرفت عن البرامج التانية. هنبدأ نشوفها مع بعض. دي الفاميلي. اللي مجموعة عناصر مع بعض. ده رفت لينك. لو انا رابط المشروع بتاعي. مشروع تاني اه معماري او انشاء. او اي مشروع يعني رابطه بي. تمام? زي ما كنا بنعمل XRF في الكاد. تمام? طيب. انا دلوقتي عمال افتح لوح. عمال افتح لوح. فتحت لوح كترة جدا. فكده كل فيو من دول انا فتحته هو متقفلش. يعني دلوقتي لما جيت فتحت الستكشن ده. قبل كده متقفلش. لسه مفتح معي. تمام? ممكن ابدل بينهم. من الزرورة الفوق ده وتاجي هنا. وابدأ اختار. بلاقي كل الفيوهات اللي انا فتحتها. اختار الفيو ده. يقلب معي. يروح للفيو اللي انا اخترته. فده حا كويسة. بس كترة من الحاجات اللي انا بفتحها. هينجل الجهاز. هتلاقي الجهاز معك بقى بطيء. تمام? طيب. طيب. طيب اعمل ايه? لو انا عايز ما خليش الجهاز معي بقى بطيء. اقفل اللوحة اللي انا مش هستخدمها. يعني اللوحة ده مثلا بش هستخدمها دلوقتي او خلصتها. هقفلها. ودي هقفلها. طيب لو انا نفتح اللوحة كتيرة. وهتعبف ان انا عدد اقفل لوحة لوحة. هاجم الزرور دوت. كلوز هيدين ويندو. تمام? نروح ديس على الزرور ده. خلاص. وكده عمل ايه? هيتفيلي الحاجات. كل الفيوهات اللي مفتوحة. مع ده الفيو اللي انا وقف عليها. تمام? يعني لو انا نفتح لوحتين. تمام? اهو. لو دوس على كلوز هيدين ويندو. هيفيلي كل اللوحة مع ده اللوحة اللي انا وقف عليها. تمام? ده كده هيخلي الريفيت معاك اسرع سنة. تمام? ماشي. ماشي. طيب. لو جينا نبص على الشيط اللي فوق ده. دي عبارة عن اه 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 زراية حاجات اسرع. كويك. تمام? كويك اكسيس تول بور. كويك اكسيس تول بور. بيدين للأدوات اللي انا قدر الشغل عليها كتير. الاسرع. يعني فيه مسلا ايه? ممكن حاجة انا باستخدمها كتير. احطوها هنا. هو مفترض ان الحاجات ده اكتر حاجات انا باستخدمها. اول حاجة اوبن. لو انت عايز تفتح اي مشروع او اي فاميلي. بقول له اوبن واختار الحاجة وافتحها. تمام? ده زرار اوبن. وزرار سيف. لو انت شغال على حاجة وعايز تصيف بقول له سيف. تمام? الزرار اللي لجنب دوت هنشرح بعدين اسمه سوكولازيشن. سوكولازيشن بيعمل لحاجة اسمها تزامن. يعني بيسمع شغل بتاعي عند باقي الناس اللي شغلها معايف قال له مشروع. تمام? دي ان شاء الله محاضرة كاملة فمحدش يقلها بازن الله. الزرارين بتاعي في ريفت لا هو موجود. في حاجات كده ريفت لا يمكن اللي بقول كده بس محتاجش بيها. بس ريفت في اقتصارات. يعني ممكن ارسم باختصارات ممكن اقول له مسلا دي تي. تمام يعرف انها عايز ارسم دقت فهيبدأ يرسم لدقت. تمام؟ اهو ممكن ابدأ ارسم الدقت اهو. ماشي? هنشوف ان ما بعد نرسم الدكتات دلوقتي بإذن الله. تمام؟ بعد كده بلايه أداة مجرد. او انا عايز ايس حاجة. بقول له مثلا ايس لي من هنا لهنا. بيقول لي دي مثلا ايه؟ خمسة متر. بس الأداة دي مجرد انها بتقيس ما بتعملش ديمينشن. يعني الديمينشن مجرد ان انا مشت بالماوس او انا نفست امر تاني الديمينشن بيختفي. اي امر تاني خلاص الحاجة تختفي. دي مجرد بس ان انا عرف طول حاجة او المسافة البعد بين حاجة او حاجة تاني. تمام؟ طيب. اللي بعد كده. اللي هو الان ديمينشن. بيبدأ يرسم لي الديمينشن اللي انا عايز يشغل عليه. ده بيفضل معاه في قلب الوحة. تمام؟ ادي هو الديمينشن الموجود. ممكن اقول مسلا ارسم لي الديمينشن مسلا من هنا لهنا. ده ديمينشن حقائية هيفضل معاه. تمام؟ بعد كده بلاح حاجة اسمها تاج. ايه التاج ديت؟ التاج دي احنا بنشع بس بيعني نظرة سريعة على البرنامج النهاردة. وان شاء الله كل حاجة من دي هناخدها بالتفصيل لحد ما تزاقها ان شاء الله. تمام؟ التاج ديت عبارة عن تكست. بس التكست زكي. طب تعالي نشوف فايدته ايه. هقول له تاج. واعلم مسلا على ديت. تمام؟ جاب لي. مجرد ان انا انا علمت على دي. جاب لي خاصات بتاعتها. قال لي دي البوتن وضقت بتاعها كزا. تمام؟ طيب. ممكن اقول له تاج. واعلم على ايه. واعلم على ايه. واعلم على اير ترمينل ديت. او مخرج الهواء دوت. فكتب لي ان كمية الهواء اللي فيه مية وخمسين. تمام؟ ايه. ماشي. طيب. لو انا دلوقتي عايز اغير خاصات ديت. اعلم اقف عليها. وهقول له كنترول وان. كنترول وان بيجيب لي شاشة الخاصات اللي احنا شوفتها من شوي. من شاشة خصائص. هقول له كمية الفلوه بش مية وخمسين. لا ميتين. انا معدلتش في الكتابة. انا عدلت في الشغل اللي موجود. فراح ادي اوتوماتيك اتغيرت. تمام؟ فدي فايدة التاجات. ان الكتابات بتتغير حسب مشكل. حسب الشغل موجود. يعني. لو اضقت ده. لاي سبب الاسباب. تلع او نزل ال bottom of duct بتاعها يتغير. تمام؟ يعني هنا ال bottom بتاعه كزا. طيب لو انا غيرته. هتلاقي التاجات على طول تغير. فدي ميزة كوية جدا جدا في التاجات. ان انا مش اغير الشكل. والكتابات ما اتغيرتش. او اغير الكتابات وانسا اغير الشكل. تمام؟ طيب ممكن اغير الشكل ده. يعني انا ده ال bottom of duct. ممكن اجي هنا. دي الخصوص. اقول له لا ده انا مش عايز تكتب لي elevation. انا عايزك تكتب لي duct size. فاكتب لي duct size 650 في 350. وين بحقل اتنين مع بعض. يعني اعدل في التاج. لان التاج ده عبارة عن family. تمام؟ اعدله بحيس ان اللي اتنين يظهروا مع بعض او اخلي حاجة تاتذر معاهم مفيش اي مشكلة خلص. تمام؟ طيب ده 650 في 350. لو جيت عدقت. وقلت له خليه 750. الكتابات على طول اتغيرت. التاجات اتغيرت. التاج حاجة زكية جدا. مجرد ان الشكل اتغير التاجات تتغير على طول. تمام؟ فده ميزة جميلة جدا للي شغال في الشغل بتاعنا من سنين يلاقي ان نفسها عند شغلة كتير او فاغير التصميم. وعمل مثلا offset للضاقطات. خلي بقى لو احنا عملنا الشكل ده حوالنا نعمله بالكاد. هطار ان انا امسح وعمل offset واعدل الشكل واي واي واي. لا دم جرد ان اقفت عليه وعدلت الرقم اتغير automatic. تمام؟ يعني هاجه هنا. اقول له لا انا مش عايز 52. نعمز 400. زهن كله متفرغ ان انا اطلع بتصميم كويس. تمام؟ اهي. ده انا كتبت STIG. هنا جابلي الارتفاع. طب انا ممكن اقف عليه هنا. وقول له انا مش عايز الارتفاع. انا عايز DOCT SIZE. تمام؟ هتلاقي 450. لا اقط على طول الحاجات. ولو غيرت هنا اوتوماتيك هتغير. تمام؟ طيب. بعد التجاد بلاقي تكست وده امر تكست عادي خالص. زي اللي موجود في الكاد. هتجي هنا وتكتب اللي انت عايزه. ماشي؟ خلي باقي انا هكتب العربي. ما فيش اي مشكلة خالص ان انت هتكتب العربي. هو محتمد على الفونتات بتاعة الويندوز. الكاد كان فيه مشكلة اللي انه معتمن على الفونتات خاصة بيه. فكاسعات الكتبات متلاقها مشكلة. تمام؟ طيب. تعال نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده. ديفولت 3D view. مجرد ان ندوس عليها. هجيب لي المبنى 3D. طبعا الامر ده انا مش ستقدمه كتير. على قد ما اقدر. لان الجهاز ايه؟ جهاز عندي قديم شواية بيهنج قوي معين. تمام؟ ده الشكل في 3D. الخاصات دي خاصات الفيو. من اهم الخاصة دلوقتي اللي هنزيني نعرفها مثلا ديسبلين. ديسبلين هو كده بيعرض للشكل اللي ناسي بالميكانيكال. طيب لو انا قلت له اعملها اللي ناسي بالمعماري. تمام؟ هيجيب لي الشكل زي ما المعمار عايش شوفه. المعماري طبعا عايش شوفه في حيطان. الميكانيكال اللي مش عايش شوف الحيطان ده هو على تركيزه كله ان هو شوف الدقطات والبايب فاجاب لي الحيطان شفافة. تمام؟ فلما اقول له ارتكشار خلاص جاب لي الحيطان يعني صليد بحيث ان انا شوف ايه الحيطان. ولو في حاجة فوق الحيطان ممكن نشوفها. زي ايه الماكنا دي دي فوق الحيطان فانا شافة. تمام؟ طيب لو عايز الف المبنى بادوس shift والبقرة بتاعت الماوس وليف عادي. فممكن المكعب دوت الفيو كيوب. هدوس على ايه حرف الحروف بتاعته يجيب لي الحاجة ديت. يعني ممكن نقول له اتالي طب اتالي من جنب. زي ما انا عايز. اتالي طب. هو كده الطب. طيب. هقفل ديت. نرجع لشكل قديم. طيب. لو انا عايز ارسم section. طبعا السيكشن دي احنا كده نقعد فيها بالساعات. بوس سيكشن. جوارد هدوس على سيكشن. علم على اول نقطة. والنقطة اللي تحت. يعني جوارد حددت نقطين. تعم؟ وهاجع على سيكشن كليك يمين. جوت الفيو. خلاص. السيكشن اترسم كله يعني من اقول الاخره. مجرد ان انت بتدوس فوق وتحت خلاص السيكشن اتعمل. يعني مجرد هدوس هنا سيكشن. ولو رسم السيكشن مثلا من هنا لهنا. خلاص. و جوت الفيو خلاص هيرسم السيكشن. طيب هنا الحاجات تظهرها معايز انجل line. اعمل عشان اخليها double line. بلعن تحت هنا. اديتين level. هقوله لا انا عايزها find. تبدأ الحاجات تظهر معايا ايه? find. تبدأ تظهر معايا شكلها قريب او من طبيعي. تمام؟ لو انا عددت اي حاجة هنا في البلان هتعدل معايا في سيكشن. طيب؟ يعني انا لو جيت هنا في السيكشن. خلاليني في السيكشن ده مثلا. في البلان وجيت ولغيت دوت. اتشافت ان هو غلط فا راح تلغيه. ارجع للسيكشن. هلقيت لغا باو. زي ما انا ببدل بcontrol tape. تمام؟ بلاقي خلاصة لغا من البلان. ودي اقوى حاجة في الريفت اللي هي revision instantly. ان انت هتعدل في حاجة هتسامع في بقية الحاجات الثانية. هتعدل في البلان هتلاقي اتعدل في السيكشن. هتعدل في السيكشن تلاقي اتعدل في السيكشن تلاقي اتعدل في السكتولات في البلانات في كل حاجة. تمام؟ طيب. في حد كان بيسأل. طيب. ده ده ما اضع السيكشن. وده سهل جدا ولزيز. ويوفر معا وقت كتير جدا. تمام؟ ما بقاش في زي ان انا اعمل سيكشن. ولو رسمت سيكشن. بيتعدل بسرعة جدا. طيب. لو قلت له. سين لاين. ايه اللي سين لاين. الضرور اللي بعد كده. ده بيجيب لي الحاجة. هتتبع بقية التخينة. تمام؟ يعني خلي بقية الضغط ده. معمول ان هو تتبع التخين. طيب. لو دست على العلامة دي. جاب لغال التخينة. لو دست علي تاني. هجيبها لي بالتخينة الحقيقة بتاعتها. تمام؟. لو وفت عليها هتلاقي الاختار بتاعها تي إلي. يعني مجرد ان هتدوس عليه كده. يجيب لي الحاجة بخطوط عادية. مالوش جعب التباعة. لو دست علي تاني. خلاص هجيبها لي بخطوط التباعة. تمام؟. طيب. الاتنين ده احنا لسا شايفينه من شوية. ده. اقلوز هده الويندو. بيدفي كل الويندو غير الويندو اللي انا وقف عليها. باجي هنا. ممكن لو انا عادي تشيل حاجة من دول. اروح اقل له مسلا نشلي الاندو. تمام؟. وشلي الريدو. مسلا. عايز ترجعهم بتاني هتعلم علم صح. ماشي. ممكن اقول له هنا. شو بلو زا ريبون. الريبون دي. الريبون هو جزء دوت. تمام؟. بدل القايم هو عام الريبون. هاجي هنا. اقول له كليك يمين. شو كويك اكسيز تول بار بلو زا ريبون. خلاص هنزاله تحت الريبون. عايز ترجعهم تاني. بسيطة. اجي هنا اقول له ايه. اباف. تمام؟. ممكن اجي هنا برضو. اقول له كوستوميز. كوستوميز. يبقى خلي حاجة فوق قبل حاجة. اقول له سيف ديت. خليها قبل اوبين. او تحت الاوبين. السنكولزيشن مثلا خليها فوق. ابدأ ارتب الحاجات زي من عايز. ماشي؟ اقول له كنت. اقول له عايز الغى حاجة عند زرار للغاء. اللي هو دوت. تمام؟. طيب. لو فيه امر من هنا بستضامه كتير. يعني مثلا او انت شغال تكييف. وعجبك امر الدكتوات مثلا. هاجي هنا. عالدكت. كليك يمين. ادتو كويك اكسيس طول بور. هيتضاف لي اهو. ففي اي وقت عايز ارسم دكت. هاجي هنا وادوس. وابدأ ارسم دكت اللي انا عايزه. تمام؟. جميل كده. طيب. بنلاقي هنا شوية في حاجات كده في الريبون. اول حاجة الارتكشر. ده الحاجات الخاصة بمعماري. نعم؟. بتلاقي ابواب. الشبابيك. اه حيطان. اه كولوم. الروف. السيلينج. الفلور. حاجات خاصة بمعماري. لو انت شغال حبيت ترسم وال. او دور. ممكن تيجي على طول تقول له ان عايز ارسم وال. وتبدأ ترسم من الحاجة التي عايزها. استراكشار حاجات خاصة بين شيء. زي البيم. اه زي الفونديشن. طبعا الريبون. طبعا الريبون مش نستخدمه طبعا في الامي بي مش للدرقات دي. بس لو انت عايز ترسم مثلا فونديشن معينة. طبعا. اهم حاجة بالنسبة لنا قيم السيستيمز. اللي هي اللي تشوفك. تمام؟. بتلاقي في التكييف. بتلاقي ان ترسم داقطات. وبتلاقي ان انترسم ااا الير تريمنال. بش ترسم تبدأ بقى تصمم. الميكانيكا الاكيوب منت. البايب. البلامينج. الحاجة بها خاصة بكهرباء زي الواير. الكويل تريي. الكوندي. الكويل تريي فيتنج. الاكيوب منت. بتلاحكات لايتنج هايت. اللي هي خاصة بالديفايس. لايتنج فالرار مداتا. تمام؟. دي اهم قايمة حنشغل عليها. وممكن طبعا كل قايم. هتديكو بس نبزة سريع عنها. بحيث ان انت عارفين كل قايمة بتعمل ايه. سؤال في المعماري العفشي بيدخل ازاي؟ طيب هو ممكن لو انت عايز تدخل زي اي حاجة من الحاجات المعماري. ممكن ببساطة قول له من component. هقول له place a component. وتبدأ بها تحط مثلا تشوف انت عايز تحط ايه. هتلاقي حاجات جاهزة. تمام؟. او تقول له load family. وتبدأ تحمل اه سواء اه ايه فامل انت عايزها. ممكن هتحمل دولايب سرير زي ما انت عايز. ايه جيبت؟ هتدخل في الفامل اللي عندك. ايه. فهتلاقي الحاجات الخاصة مثلا بمعماري. تبدأ تشوف ايه اللي انت عايز تحمله. عايز تريير دولايب كل الحاجات دي هتلاقي موجودة ان شاء الله. اه معايش انا كاتب بعربي فعمل ادي حرف الف بش مش لاقي. في الانتشر هيت. هتلاقي الحاجات ديه. طرف ازهات تبواب شاويك زي ما انت عايز. يبقى ببساطة تاني من ارتكشر. هتلاقي كومبوننت هتلاقي بلايس اكمبوننت بلايس اكمبوننت بلايس اكمبوننت تمام؟ مودل ان بلايس ده يبقى انت هتعمل الفاميلي. بلايس اكمبوننت هتحط الفاميلي. وبتقول له. لوت فاميلي وتحمل الفاميلي اللي انت عايز. تمام؟ نرجع الحاجات بتاعتنا. تمامة انسرت. بلاقي هنا ان انا ادخل حاجة جوه ملف الريفت. زي ان انا ادخل ملف كاد. ان انا اربطه بملف ريفت. اربطه بملف كاد. ادخل صورة. وبنعرف الفارق ان شاء الله بالنبورت كاد واللينك كاد. تمام؟ هنا انسرت بابدأ ادخل اللي انا عايزه. تمام؟ لو عايز تحمل الفاميلي مش موجودة في المشروع. بقول له لوت فاميلي. واشوف الفاميلي بتاعت فين. واحملها. اختار اي فاميلي انت عايزها. تمام؟ وقول له open تتحمل معا في المشروع. وابدأ الشغل باعتي. تمام؟ خلي بالك الفاميلي نعيم. فيه system family وفيه لودابول فاميلي. system family يعني فاميلي موجودة اصلا في البرنامج. زي الدكتات والبايب والكيبل تري. الدكت والبايب والكيبل تري. تمام؟ دي حاجة system family ما يتحملهم مش من بره. انما بايت الحاجات بيتبدأ يتحمل. زي ايه؟ زي مسلا اااااااااااااام المتبولامج فيكتشر. الحوض القادة. المحاجات دي بتتحمل. الاسبرينكولر بيتحمل. الليرترمنال بيتحمل. بايش موجود في المشروع. يعني لو بفعتحت مشروع معماري بش تلاقي الحاجات دي فيها. تبدأ انت بيع تحملها. تمام؟ هقول له مسلا وابدى اقول له لوت فاملي وحمل اللي انا عايزه هنا بلاقي اتدوس كتير لو انت بدور على ايه فاملي تعال من قيمة insert هنا وكتب اللي انت عايزه اقول له مثلا عم بدور على فاملي كذا هو يبدأ يدخل لك على النت يحمل لك الفاملي ديت تمام؟ بلاقي حاجة اسمها annotate annotate دي خاصة بالكتابات بس خاصة بالview اللي هي فيها اي حاجة مبتانية برسمها يعني لو رسمت مثلا دقت او بايب بتظهر في كل البيوهات بتظهر في كل الستاكاشن وتظهر في 3D انما دي بابتظهرش في الview اللي هي فيها بس الكتابات والابعاد والdetail line كل الحاجات دي بتظهر في الview اللي هي فيها بس تمام؟ انا عايز ده تحليل المبنى عندي تحليل مثلا ممكن اقول له اعملها لحسب cooling جلود او ممكن اقول له لا ده انا عايز كهرباء بنال اسكادول اقول له اعمل لدقت فدي اناليز بلاقي لو انا عايز اعمل تحليل المبنى فيها ادوات مفيدة جدا من افعد الادوات بلاقي هنا عندي حاجة اسمها شو دوس كونيكت شو دوس كونيكت بقول له وجد لي الداقت اللي هي بش بتوصلها بحاجة فيها حاجة بفلاصات غلط فهو بيدرس المبنى لو في اي غلطة او حاجة اشتصلها بيقول له اللي 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 بس محمد رحيم ان شاء الله هنكمل بس نتعرف على القوائم بسريعا الاناليز ده تحليل للمبنى ممكن اقول له مثلا نحلل لي الاناليز ده خاصة بالموقع العام برضو مانا شغل فيها كتير خاصة بان انا اعمل تزامن مع بعض في الشغل ان انا يبقى كلنا شغالين مع بعض وشايفين شغل بعض في نفس الملف ومفيش حد يفتح الملف يطلع له read only ده ان شاء الله محاضرة كاملة فالله المستعين الview ده مسؤول ان انا ممكن اقول له اعمل لي section اعمل لي 3d view اعمل لي kill out يعني مجرد تفصيل للحاجة معينة ممكن اقول له kill out وقول له اعمل لي تفصيل الحتة دي وكبره وابدا اشتغل عليها بدكة اكتر go to view فاقول له مثلا دي بدل من خليها 51 لا خليها مثلا 21 وابدا اكتب الكثبات اللي انا عايزها بالتفصيل تمام برضو بلاي الزرار اللي هو switch window و close window برضو لو انا لغيت البروبرتس دي من غير مقصود والproject browser وعايز ارجحهم تاني بلاي من قامة view حاجة اسمها user interface باجي هنا وقول له ايه انا عايز شوف الproject browser تاني فبيبدا يزرولي اقول له انا عايز البروبرتس بيزر الخصائص تمام؟ فانا لو اي واحد فهم اختفت هاجم الview user interface وفعلها ممكن اقول له recent file رسنت file هجيب لي الشاشة الاولنية اول ما بدأت شغل تمام؟ اللي انا عايز اشوفها تاني لو بدوش عايزة خلاص بيشيل العامة من هنا برضاك بلاي حاجة مهمة جدا اللي هي keyboard shortcut الاختصارات بتاعت الريفت تمام؟ الاختصارات بتاعت الريفت هو كان بيقول له الريفت ليش اختصارات لها هو الريفت لي اختصارات وشغلين بها على طول يعني مثلا لو قلنا له انا عايز اختصار لموف تمام؟ بيقول لي موف اختصارة MV الاختصارات في الريفت مختلفة شوية عن AutoCAD في AutoCAD كان تكتب الاختصار وتدوس ENTER لا هنا عبارة عن حرف و ENTER او حرفين يعني موف MV لو كتبت MV بيش محتاج ان انا ادوش ENTER ولا مسافة لو كتبت ممكن ازود اختصار اقول له M اقول له ايه؟ Assign فبقى موف لي اختصارين MV و M تمام؟ لو دوست M و لازم ادوست مصطرة عشان يعرف ان هو ده اللي اختصار انا عايزه لو دوست MV خلاص هيبها الموضوع ده بغير مصطرة ممكن اجي هنا اقول له remove وشل ال M ده او شل اختصار انا عايزه تمام؟ وممكن اعمل export الاختصارات لما انا عملت اختصارات خاصة بيه ممكن اعمل لها export وبعد كده او اعمل لها import من اي جهاز تاني او لما ويندوز زيوع وابدأ اصد طوام من اول ود تمام؟ نذكرت اول شين خلاص؟ ده قيمة view قيمة manage اللي بتحكم فيها في الاعدادات بتاعت البرنامج زي مثلا اعدادة الماتيريال اعدادة اليونت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في قناة ترجمة نانسي قنقر 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 ايوه سامح حضراتك بشمانتس ألو ألو ايوه شمانتس سامح حضراتك أمعليش انا اياسف الناس كلها فعلا كل شوية ننت بيطاع مني فانا اياسف جدا 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 وحقوا علي ماشي شانتس لأ لو الناس عايزة كاملة انا معديش مشكلة ان شاء الله طب ايه رأيكم نكمل ماشي شانتس ماشي شانتس ماشي شانتس بس محمد رحيم ان شاء الله هنكمل مع بعض برنامج ريفت ان شاء الله اعتذر برضو عن المشكلة اللي حصلت ديت وان شاء الله بنلاقي حل اللي هي المشكلة الجاية بحيس انها متحصلش في المحاضرات الجاية ان شاء الله تمام قائمة منيش بلاقي فيها الاعداد بتاعتي من اهم الاعداد احنا بس ناخد نابزة عن كل حاجة وان شاء الله كل واحدة من دول هناخدها بتفصيل من ضمن الاعداد اللي عندي اللي هي اليونت او اخسارها يو ان اليونت ببدأ ازبط الاعداد بتاعتي بس الميزة هنا بلاقي ايه بلاقي ان انا ممكن ازبط اليونت في اللينس الوحديها غير الاريا غير الفوليوم غير الاعداد في التكييف يعني مش معنى ان انا اشتغلت بالمترك ان كل الشغل بالمترك لأ ممكن يكون انا عايز اتشغل الاطوال بالمتر او بالمليمتر باللاتفاك عايز تخدم البوصة فاجي هنا اقول له في الدكتصايز انا عايز اتشغل بالبوصة مثلا او بالانش او بالفيت زي ما انت عايز يعني مش مجبر ان انت عشان اخترت حاجة ان انت تكامل معها لا انت ممكن تقول له مثلا انا عايز اتشغل بالانش خلاص هيبدأ يتشغل بالانش تمام دي بس نبزة عن اليونت اليونت سهلت اعدادها الميزة اللي فيها ان كل حاجة مفصلة عن التانية انت لما تجي تدخل في اليونت او جايزانا اهم حاجة في اليونت ان كل حاجة مفصلة عن التانية ودي ميزة جميلة جدا وعلى فكرة اليونت بيتعدد الاطماتيك يعني خلي باك كان دا كان في كام تحول لتلاتين في اربعة عشر قبل كالك كان معي الوحة كبيرة جدا وكننا شغلين بالميليمتر وقال لنا حولوها كلها للبوصة فتقدر طول عدنا اسبوع كامل عشان نحول الموضوع دوت هنا بيتم في ثانية مجرد ان اقول له UN واختار حاجة ان اعايز احولها اقول له مثلا عايز احاول error flow مثلا بدل من liter per second حاول هالكيوب في فيد بر منت ليه CFM واختار الرمز التاحه هل انت عايز CFM تكتب بشكل دوت ولا عايز اتكتب none ما تكتبش حاج خالص مجرد ان نكتب الرقم ولا فيد تكعيب على المنت زي ما انت عايز تمام بيه اعداد الكترة في المانج بس ايه الادنس دي هو براه عن برامج مساعدة او برامج بتده كوة للريفت زي موضوع الازبات تعم على سبيل المسال ده مسلا انا حاسمها فايل ابجريدر ابجريدر ممكن يكون عندها مشايا كتيرة مسايا في 2012 وانا انا عشان تخدمها ع 2015 فبقول له فايل ابجريدر بحيث ان هو يعمل لها update على طول بحيث بدل ما يودي ايه يهنجل في كل واحدة فيها ثانية لا اعمل update مع ناسها مدفاية دي او امر التعديل واول ما ببس اتحس انها قريبا اول من امر التوكات يعني امر move امر copy امر rotate امر trim ااام mirror delete بين ان شاءالله كل الامر ده بتشرح ان شاءالله بالتفصيل تمام طيب قبل ما نرسل الداختات مستطيع ايه نشوف حكا كده في الافتن لو حد عايز يخلي الخلفية بتاعت السودة بيجي من قيمة R ويقول له Option تمام؟ وبيقول له ايه؟ انا عايز من Graphic Invert Background اعكس لي ال Background وممكن Selection يعني اقول له ايه؟ لما حدد حاجة ده اللون دوت Pre-Selection لما اجي حدد حاجة ده اللون دوت Alert باللون دوت انا ده اعكس الخلفية خلي خلفية سودة تمام؟ انا اجي هنا اقول له Graphic وقول له ايه؟ خليها لبيضة تانية ماشي وممكن من هنا من دين حيات برضو لو حد عايز يلغي القيمة طاعة Structure لو ابش عايزها ممكن هنا اجي اقول له شلي قيمة Structure وادوس OK كده خلاص قيمة Structure ببش هتظهر معي يبقى معي عند architecture و systems لو حد مسلا خايف ان هو تلغبط وعايز يشيل القيمة لحاس انها هتلغبطه تمام؟ دول اهم حاجتين يعني نبزة بس كده عن option ان شاء الله ناخده مبرده بالتفصيل كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله يدي مجرد محاضرة تمهدي طميم طيب لو قلنا عايزين نرسم مثلا دقت نفهم الكافية اللي بشغل بقى الدقت اجاز ان انت فهمت ترسم دقت هتلاقي نفسك تعرف ترسم باي بتعرف ترسم كوبلت ري وكل واحد فهم ان اشرحها بس هتلاقي الادوات بينهم مشتركة بتراجمدة جدا لان هم كلهم معتمدين على التكنولوجيا واحدة اللي هي البيو اي اي امي لو عندك فائل عايزة احفظ المسخة قديمة ممكن لا لا ما مفيش shift as في الريفت واغلب البرامج مفيش shift as بش الريفت بس طيب لو انا عايزة ارسم دقت هقوله دقت بلاقي هو automatic مجرد ان ادوست على دقت مفتاح الحاجة اسمها modify place دقت بيديني ادوات تساعد ان ابدأ ارسم دقت وبيدي اسأل مسؤال الدقت اللي انت عايزة ترسمه ده كم في كم والقص الكام هنا 15000 ده يبعلي اوي اقول له مثلا خليه اقول لكم مثلا 3000 ارسم للدقت ده 3000 والواتس قد كده والهاي قد كده هبدأ ارسم الدقت التاعي بمجرد ان ادوست على اول نقطة وتن نقطة راح ارسم للدقت طيب لو جيت يمين او شمال هليه اعمل الكوع والقوع ده برا عن family يعني ممكن نخلي الكوع دوت الفاملي اللي همتعودين عليها اللي هي بتبقى radius فما فيش انا مشكلة تمام؟ طيب هنا فيه حاجة اسمها كروف فيو هشلها وبعد كانا بنشرح معيني كروف فيو كروف فيو يعني بيعمل لي الحدود ما بشوفش اللي بعد كده فانا هلغى كروف فيو عشان نشوف المشروع كله تمام؟ ده المشروع كله ده حاجة اسمها كروف فيو يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز اشوف القول دي بس ومش عايز اشوف البقى طيب لو انا قلت له دقت نرجع تاني قلت له عايز ارسم دقت 16 في 12 وبالقى ترسم طيب عايز اكبر الدقت عايز اكبر الويتس بتاع الدقت اجي هنا اقول له خليل دقت ده 20 هو اوتوماتيك رسم العشرين ورسم له ايه؟ الروديوسر بتاعه فهو هيسهلك كتير جدا انت بش طرق بقت ترسم انت الروديوسر لا ده هو اوتوماتيك برسم من دقت الكعان ورديوسر والتيه اقول لك حاجة واحد ركز على التصميم يعني لو جيت هنا في الدقت ده لو جيت ارسم دقت خارج من الدقت دوت خارج من الدقت دوت هو اوتوماتيك هيحط له تيك اوف بتاعته فالتعديل سهل التعديل سهل جدا مجرد هتقف على الحاجة وتعدل الخصص بتاعته يعني اعادل مثلا في الدقت دوت اعلم على الدقت اللي اعادل الخصص بتاعته واقول له خليل الدقت ده مسلا 26 اعادل الهاي بتاعته اعادل الارتفاع بتاعه طيب لو عايز ارسم اه تلوع ونزول هقول له ضغط وهبدأ ارسم اهو دع على الارتفاع 30 متر هقول له لا انا عايز اعمل نزول الالف ومتين مسلا اه 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 عمل ايه عايزين نعرف عمل ايه. هادخل لجوا سيكشن. هاجع على سيكشن. وادوس كليك يمين. بس خلي بالك السيكشن ده كبير. يعني هو يشوف كل الحاجات دي. طب لو انا عايز ستغره. هادوس كنترول وان. هادخل في خصائص السيكشن نفسه. دي حاجة اسمها فارك ليه بافسيت. يعني هو شوف الحد فين. هقول له شوف مسلا الحد. موسو مية مسلا. فالسيكشن بقى المادة بتاعه حتة صغيرة. جماش على الارتفاع معين ونزل الارتفاع لنادي طوله ومش على الارتفاع دوت. تمام? طيب. طيب لو انا عايز رايزر يرسم لفوق. هقول له دقت. يعني انا عايز ارسم حاجة تطلع معين كاس دور. هقول له ارسم. دقت. وهقول له طلع لحاد الدور يعني طلع لمسلا الكام. هقول له خماشر الف. طعم? وهقول له انا عايز ارسمت رايزر طلع لحاد يعني كاس دور قدامي. طلع لحاد خماشر متر. تمام? طيب. هقول له سيكشن. وهبدأ ارسم سيكشن. او حرك السيكشن دوت. مجرد انا حركت سيكشن. الكل المعلومات اللي في السيكشن اختلفت. بقت تاخد بالمعلومات من المكان الجديد. اقول له جوت فيو. خلاص جاب للسيكشن هاو. تمام? في حتة برضوش موجودة عشان في حاجة اسمها كروف فيو. اقول له خفيل الكروف فيو. او ده السيكشن هاو. او. ده ارسمت ضقت. وطلع معي لحاد الروح. طب لو عايز اخد منه فرعات بسيطة. هاجي هنا. اقرب من دوت ولا بدأ اخد فرعات اللي نعايز. خلاص بدأ يرسمهم. لو طلعت في الدور اللي فوقية. هلاقي اخد بالي هلاقي ان دي برضو وصلات دي بقى ترسمت في الدور اللي فوق. كل دور هطلعه هلاقي الحاجات دي ترسمت فيه. او ممكن تدخل احمال بتاع الدكتب هو يحسبالك او مفيش مشكلة. ازاي نعمل سيكشن? بسيطة. بل هيفيه خالص علامة سيكشن هيت. وبابدأ اعلم مسلا من هنا اول نقطة او تاني نقطة. الخط ده كله ده حدوث سيكشن. يعني سيكشن نشوف لحد فين. طبعا لو شاف المسافة دي كلها بشبافة منها الدكترات مين. فاضطر ان انا صغر حدوث سيكشن. اجل على العلامة ديت. واسحبها. تمام? طيب. اقول له كليك يمين جوتو فيو. هروح الستيكشن هول. بس هو هنا سينجي لاي. فهاجي هنا. اقول له خليها فايل. تبدأ الحاجات تظهر معي. اا دابل لاي. تمام? طيب نكمل رسم دقت. ماشي. عندي حاجة اسمها تاج امبلسمنت. يعني تاج امبلسمنت. يعني كل ما ترسم دقت اكتب عليه المقاس بتاعه او الخاصية بتاعته او التاج بتاعه. هاجي هنا اقول له قده ارسم دقت. او هنا ما ترسمش ليه. عشان الوفست بتاعه عالي اوي. فالوفست العالي دوت خلاه بيرسم في الدور اللي فوقية. تمامة. تمامة? كمسة متر بينما اتدر نفس كله وش ذュniej خمسة متر. فاقول له ارسم لي علا ثلاثة متر. تمام? او. انا علمت على تاج امبلسمنت. فهو اوتوماتيك كتاب لي التاج بتاعه هوت. كتاب له التاج. بس في حاجة في التاج لو انت خدت بالك منها هو كاتب لي bottom of duct 2746 بينما لو قفت على duct هتلاقي الخصائص بتاعته ان القفصل بتاعه 3000 اه ده فيه مشكلة بقى كده فيه اختلاف بين الرقم ده والرقم ده الاختلاف ده سببه ايه الاختلاف ده سببه اننا ارسم الضغط فيه 3 اختيارات لاما ارسم الضغط من اوطى نقطة او من نص او من اعلى نقطة فهو الاساس بتاعه انه هو بيرسم من النص تمام فال3000 ده هو النص وده bottom of duct بتاعه ثاني يعني التالت تلاف ده المسافة بين نص والضغط وارضية الدور بتاعي انما ده bottom of duct ده او تحتف الضغط طب لو انا عايز ارسم او تحتف الضغط هاجي هنا بلايه حاجة اسمها justification بلايه عند حاجة اسمها vertical justification بيقول انت عايز ترسم من bottom ولا من top ولا من middle في كل وقت بتحب ترسم بحاجة يعني ممكن تقول انت بترسم حاجات وشاف ان اللي حسن لك ان نرسم من top طيب انا ده وقت اخترت ايه البوتوم هرسم دكت هل ايه كتاب لي فعلا 3000 ليه لان انا قلت له ارسم من bottom فاخدت 3000 دي في البوتوم ممكن اقول له ارسمها لي 3000 برضو خلاها لي في top ونرسم section ونشوف التلاتة بقى عاملين ازاي التوب خلي بالك الارقام مختلفة مع اني ما غيرتش الحاجات بس الفكر انها خليت الرقم اللي انت طوله من التوب بمرة ومن المنتصف مرة ومن البوتوم بمرة فاقول له ارسم لي section section اول نقطة وتاني نقطة click يمين go to view تمام اهو ده 3000 خلط ده هو 3000 مرة رسمها من المنتصف مرة رسمها من bottom ومرة رسمها من top فاحنا بنرسل بنخلي بالنا حنرسل منين بالزبط وهيطلع نعك ان شاء الله شغل مزبوط برضه في جلسفكيشن بلاقي حاجة بقول له انت ترسم الدقط ده من نص ولا من left ولا من right يعني من نص خلي بقى كنا نبرسم الزرار الماوس في نص الدقط بس عايزك ترسمه على مسافة ممكن نقول له انا عايزه في الشمال او في اليمين الله ما جعلنا من اليمين تمام من right اوكي كده انا نبرسم من ايه متر من الدقط الاولاني يعني عندي دقط وعايزه يرسم على مسافة متر من الحيطة فعايز انا همش على الحيطة هو يرسمه على بعد متر هاكي هنا horizontal office 1000 يبقى انا بامشي على نقطة وهو برسم للدقط على مسافة متر من نقطة خط اللي انا برسمه تمام فدي خاصية برضو جميلة لو انت عايز ترسم حاجة على مسافة معانا من الخط اللي انت ترسمه فكل دي اختيارات معاك تمام خلي بالك دي الدقط لو انت اخترت البيب تقريبا هتلاقي نفس الاختيارات مع اختلاف بسيط ان انت بيبقى عندك موضوع اللي اسلوب لو اخترت الكويل تري او الواير او كوندت هتلاقي تقريبا نفس الاختيارات ماشي؟ فمجرد ان انت عرفت حاجة واحدة فراس دي ان شاء الله بيتعالك الباقي وان شاء الله برضو هنمسك واحدة واحدة بالتفصيل بإذن الله فلو انا اخترت دروقات الدقط بقى ليه عندي حاجة اسمها؟ اواتواتي كونجت اواتواتي كونجت ده لو انا ارسم دقط واعدت علي داكت تاني اواتواتيك وصلن ببعض طب لو انا مش عايزهم لو معلدناه عن نفس الارتبع طب لوش عايزهم يوصلوا ببعض بس بسيط هشيل العلامة من هنا وارسم عادي يبقى كده الدكت ده متوصلش بالدكت الاساسي تمام يبقى انا عندي هنا في الدكتات نراجع بسيطة الويتس والهاي والاوفسيت وبلاقي هنا عندي جاستفيكيشن اللي هو الرسمة يبقى من فوق ولا من تحت ولا من جنب وبلاقي هنا ايه اوتوماتيك كونيكت طيب بلاقي بعد كده حاجة اسمها النيهرت الفيشن لو انا عايز ارسم دكت من دكت تاني يعني انا عندي دكت ده مثلا انا عندي كل دكت من دول على ارتفاع فانا عايز دكت يبقى برانشة منه بس مش عارف الارتفاع ده كام يعني انا عايز ااخد خاصية للارتفاع انا مسلا عندي دكت دوت ماشي انا عايز ارسم الدكت ده برانشة بس مش عايز ارتفاعه مش عايز اقف عليه واشوف الخاصية كام تمام وابدأ ااخدها منه كوبيلا انا عايز اوتوماتيك البرنامج جيب فيها هو الارتفاع وياخده على طول فهاجب مكاومة دكت اقوله سيستيم اقوله عندي ده ارسم دكت واجب حاجة اسمها انفيرت انهيرت 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 الفيشن تمام واجب هنا خلاص هو اوتوماتيك هياخد الارتفاع من الدكت ده ويبدا ارسم منه ثاني واحدة اختار يعني انهيرت الفيشن فيولد نفس الارتفاع انهرت الفيجن حتى لو انا كاتب هنا الارتفاع غلط يعني كاتبه مثلا ألف وعلمت على انهرت الفيجن خلاص هو بش يرسم على الألف انهرت الفيجن هو خد التلات تلافة ما خدش الألف هو خد التلات تلافة لأنه علامت على انهرت الفيجن طيب اللي بعد كده انهرت سايز يعني ايه انهرت سايز يعني انا ده وقت الدغط التاعي سغير 12 في 20 لو جيت هنا وانهرت قلت له انهرت سايز انهرت سايز واعلم على الدغط دوت هو اللي ارسم منه عمل ايه خد الرقم خد الرقم ده يعني انهرت يعني بيسرق فهو هنا انهرت الفيجن خد الفيجن انهرت سايز خد السايز خد السايز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر